بيراميد زحاق أول فوز للفرق المصرية في دور المجموعات أفريقياً وموقف فيوتشر يتأذن بخسارة في المجموعات النهاردة بيراميد زحاق أول فوز لفريق مصري في دور المجموعات بهدف فخر الدين بن يوسف قدر يتخطى به اسكوكارا وفيوتشر قسر في المغرب النهاردة بهدفين قدام الجيش الملكي بعد أداء ما كانش أفضل شيء فيوتشر لسه عنده فرصة للسعود طبعاً ولكن ببطاقة ممكن تبقى على حساب بيراميد ده طبعاً في ظل ابتعاد الجيش الملكي بصدارة المجموعة كنا نتمنى الفريقين في الدور القادم ولكن يبدو أن طرف مصري وحيد هو اللي هيحجز بطاقة السعود يا أهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من رقم عشرة نهاردة للأسف فيوتشر خسر قدام الجيش الملكي في المغرب وفاز بيراميد على فريق اسكوكارا فيوتشر بصراحة شوط الأول ما كانش بيقدم أداء جاية شوط تاني تحسن الأداء رغم الهدف التاني ولكن كان الأداء في المجموعة ما كانش أفضل شيء والجيش الملكي بصراحة فريق كبير ورائع جداً عامل مستوى رائع جداً في المغرب هذا الموسم حمزة إكمان سجل هدف الأول للجيش الملكي في الديئة 30 وفي الديئة 90 لمين ديكايتي سجل الهدف الثاني للجيش الملكي من كرة سبتة بعد ما اصطدمت بمهند لشين وحولت اتجاهها المباراة بشكل عام كان زي ما قلت لكم فيوتشر قدم فيها على فترات مستوى جيد خسارة خلت فيوتشر موجود في المركز الثالث بنقطتين أما ببيرامدز فعلى ملعبه قدام إسكوكارا قدر يفوز بيفوز يعني خلص به المباراة فخر الدين بن يوسف بها دا في ديئة 28 أداء بعد كده ما كانش أفضل شيء ولكن كان عند بيرامدز بعض الفرص الضائعة المهم في فوز بيرامدز النهاردة أنه أول أول فوز لفريق مصري بعد الثلاث جوالات في دور المجموعات سواء في دورة أبطال أفريقيا أو الكونفيدرالية دا أول فوز لفريق مصري بعد الثلاث جوالات أخيرا أخيرا حد قص الشريط أنا متفائل لسه متفائل لسه متفائل للأهلي لسه متفائل حتى النادي الزمالك اللي موقفه صعب شوية في مجموعته ومتفائل لفيوتشار أو بيرامدز خد بالك فيوتشار و بيرامدز ممكن يسعدوا الاثنين صعب صعب عشان الجيش الملكي بيبتعد شوية بصدارة المجموعة لكن في فرصة أنه يسعدوا آه ممكن يسعدوا هم الاثنين بحسابات يعني بس فيوتشار و بيرامدز غالبا واحد فيهم اللي هياخد بطاقة واحدة مع الجيش الملكي للدور القادم في الكونفيدرالية أيهما بالنسبة لنا هيكون حاجة جيدة أنه فريق مصر بيسعد للدور القادم بس للأسف كان في سنة الاثنين يسعدوا لسه الأمل قائم أنهما الاثنين يسعدوا وارد بس طبعا الفرصة مش كبيرة عشان الجيش الملكي بسبع نقاط دلوقتي سبع نقاط في مجموعة تعالوا نشوف ترتيب المجموعة مجموعة فيوتشار و بيرامدز هاشتعرفوا الموقف عامل إزاي يلا بينا حملة كانت الجيش الملكي فيه الصدارة بسبع نقاط بيرامدز في المركز الثاني بخمس نقاط وفيوتشار في المركز الثالث بنقطتين واسكوكارا في المركز الأخير بنقطة واحدة خد بالك فيوتشار المبارد الجاية عنده الجيش الملكي لو كسب هيبقى خمسة زي بيرامدز ويستنى نتيجة بيرامدز واسكوكارا في اسكوكارا يعني الوضع ممكن يبقى مشتبك جدا جدا بين بيرامدز وفيوتشار في الجولة القادمة لو فيوتشار قدر أنه يكسب الجيش الملكي على ملعبه طيب ده بالنسبة للكونفيدرالية ولسه هنكمل مع الكنفيدرالية وناخد مداخلة مع فرناندو داكروز المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي اللي حقق الفوز اليوم على فيوتشار بهدفين دون رد يا فندم صباح الخير مشرف ومنور في برنامج رقم عشر على التلفزيون المصري مساء الخير على الجميع المباراة النهاردة حققت فيها الفوز أمام فيوتشار بهدفين وتصدرت المجموعة مجموعتكم في الكنفيدرالية كيف كانت هذه المواجهة أمام فريق محترم وكبير في مصر هو فريق فيوتشار المباراة كانت صعبة أمام فريق صعب جدا وفريق جيد جدا أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد بدأنا بالضغط عليهم وسجلنا في الشوط الأول وكان وقت مثالي للتسجيل في الشوط الثاني وصلنا على نفس النساقة وأعتقد أننا حققنا فوزا مستحقا هل في أي لحظة من اللحظات حسيت أن فيوتشار قادر على العودة للمباراة بالتعديل تحديدا لوقت مكان الجيش الملكي متقدم بهدف وحيد أستطيع أن تتكلم بهدف وحيدا نعم هم فريق جيد ولديهم الإمكانيات على العودة في أي لحظة من المباراة ولكن أعتقد أننا نظمنا خطوط دفاعنا بشكل جيد أغلقنا أمامهم كل منافذ التمرير وخاصة في وسط الميدان طلبت لاعبين بالتركيز لأنهم يستطيعون في أي لحظة خلق مواقف صعبة في الملعب وخاصة من جهة اليمنى ويستطيعون أن يسجلوا في أي وقت من أوقات المباراة وجود فريقان من مصر في هذه المجموعة مع الجيش الملكي في البداية كنت تراها تصعب من مهمة الجيش الملكي ولا كنت تراها أنه ممكن الجيش الملكي يستفيد إن بيراميدز وفيوتشر ممكن يعني يخسروا بعض أو يخسروا بعض النقاط فده يكون في فائدة للنادي الجيش الملكي حقيقة الأمر نحن لدينا طريق للبطولة وطالما أنت تركز في طريق البطولة فلا يجب أن تنظر إلى مثل هذه الأشياء نعم نحن معنا فريقان إيجيبسيين والمصريين ولكن في كل الأحوال حتى لو كان من خارج مصر فهدفنا هو الفوز التأهل والجميع على أرضية متساوية والجميع لديه نفس الفرص في التأهل وهذا هو ما نعمل عليه طوال الوقت واجهت بيراميدز واجهت أيضا فيوتشر أي من المباراتين كانوا أصعب على الجيش الملكي أن الفريقين قريبين جدا في المستوى وفي القاهرة تمكننا من العودة بنقطة ثمينة بعد تعود بيراميدز في القاهرة واليوم حققنا انتصارا أعتقد أن الثلاث فرق الجيش الملكي وفيوتشر بيراميدز الثلاث فرق قريبين جدا من بعضهم البعض في المستوى مواجهة فيوتشر القادمة في القاهرة فيوتشر بالتأكيد سيبحث فيها عن الفوز الحتمي حتى يضمن حظوظه في البقاء في المنفسة كيف ترى هذه المواجهة القادمة أمام فريق فيوتشر المباراة قادمة سوف تكون خلال عشر أيام وفي الأثناء سوف يكون لدينا مباريات في الدورة المحلية بالتأكيد نحن نفكر من الآن في الانتقال للقاهرة في التوقيت المناسب بعد الانتهاء من البطولة المحلية وللحفاظ على حظوظنا في هذه المجموعة للوصول إلى الدورة التالية فرناندو داكروز المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغرب أنا أشكر لك شكرا جزيلا على هذه المداخلة يعني جيش زي بقولك جيش الملكي عامل أداء رائع جدا في الدورة المغربي ما زلنا نتمنى نتمنى سعود بيراميز وفيوتشر عن هذه المجموعة فريق محترم صحيح فريق قوي جدا صحيح ولكن أيضا زي ما قال الموديل الفني لفريق الجيش الملكي فيوتشر بيراميز فريقان أقوياء جدا وممكن يبقوا قريبين جدا كمان في المستوى مع الجيش الملكي المغربي إن شاء الله الأمور تتعدل ما زلت عندي الأمل إنه الاتنين يصعدوا الأمر صعب إن الاتنين يصعدوا آه صعب بس وارد لسه الأمور في الملعب بتتكلم المباراة القادمة بص ركز معي المباراة القادمة لفيوتشر مع الجيش الملكي كسب بقى خمس نقاط وتوقف رصيد الجيش الملكي عند سبع نقاط فاس بيراميز على إسكوكارا هيبقى بيراميز عنده تمن نقاط ويتخطى كمان الجيش الملكي نشوف بعد كده إيه اللي يحصل نشوف بعد كده إيه اللي يحصل عشان بس ما دخلكمش في الحزبة الصعبة بس نشوف بعد كده إيه اللي يحصل طيب الدولي النهاردة كمان سموحة وحرس الحدود سموحة عمل أداء رائع جدا ومباراة كبيرة جدا أمام حرس الحدود وقدر يفوز بسلسية نظيفة اللي افتتح النتيجة المتقلق جدا بيته تحس إنه ده بيته بيبقى نوعية مختلفة ونسخة مختلفة من حسام حسن حسام حسن زي ما حالكم شايفين سجل الهدف الأول في ديئة 12 وبعد كده هو هو من ضربة جزاء قدر يسجل الهدف الثاني في ديئة 87 وما خلصتش المباراة عند هذا الحد وقدر بواطنج يسجل الهدف الثالث في ديئة 95 وقت انهار فيه تماما فريق حرس الحدود خلال أيام النادي الأهلي هيلعب مباراة مهمة جدا أمام القطن الكاميروني يوم السبت تحديدا ومباراة ان شاء الله يعني بإذن الله يوفق فيها النادي الأهلي مباراة في القاهرة انتوا عارفين بداية النادي الأهلي ما كانتش أفضل شيء بخسارة أمام الهلال وبعدها تعادل مع سن داونز كيف يستعد القطن الكاميروني لهذه المواجهة الكبيرة أمام النادي الأهلي معانا عبر الهاتف الآن هامان جابريل المدير الفني لفريق القطن الكاميروني يا فندم صباح الخير مشرف ومنور برنامج رقم 10 على التلفزيون المصري مواجهة صعبة وكبيرة تجمع القطن الكاميروني مع النادي الأهلي يوم السبت القادم والوضع بالنسبة للنتائج بالنسبة للأهلي والقطن مش أفضل شيء في بداية هذه المجموعة كيف تنظر لهذه المواجهة الكبيرة أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة لنا لأن الأهلي هو الفريق الأفضل في أفريقيا فريق لم نفوز عليه أبدا مطلقا بالتأكيد نعلم أنها ستكون المواجهة صعبة جدا لنا كيف تستعدوا لهذه المواجهة وطموحكم في هذه المواجهة هيكون إيه؟ هل الخروج بتعادل أم انتصار على النادي الأهلي في الكهر سوف نذهب لنلعب فقط سوف نقدم ما نستطيع أن نقدمه في القاهرة نعلم أن موقفنا معقد ونعلم أيضا أن الأهلي موقفه صعب بسبب البداية الصعبة سنواجه صعبات بالتأكيد على الصعيد الفني ولكن أعتقد أننا ليس علينا سوى الحضور وأن نقدم كل ما لدينا في هذه المواجهة خسارة النادي الأهلي في المباراة الأولى وتعدلوا في المباراة الثانية هل تشعرون وكأن الأهلي لا يدخل هذه المجموعة بشكل قوي فممكن ده يساهل من مهمة الأوتن الكاميروني ولا تتوقع أن النادي الأهلي يستطيع أن يعود في هذه المواجهة؟ بالتأكيد من الصعب أن يخسر أهلي نقاط أمامنا لأنني كما قلت في البداية الأهلي هو الفريق الأفضل في أفريقيا وبالتأكيد لا يريد أن ينهي الجاولة الأولى متأخرا أكثر من ذلك وأن يخسر نقاط أكثر من مخسرها لهذا ستكون المباراة معقدة بالنسبة لنا نحن الأصغر في هذه المجموعة إذا جاز القول ونعلم أن المباراة ستكون في غاية الصعوبة بالنسبة لنا سنواجه عملاقا في أفريقيا بينما لعبين يفتقدون الخبرة في مثل هذه المواجهات الكوتن الكاميروني كان واحد من الفرق الكبيرة في البطلات الأفريقية في سنوات ماضية لماذا لا يظهر الكوتن الكاميروني بنفس هذه الكوة هذا العام كما تعلم الفريق يواجه بعض الصعوبات الفريق يطبع لشركة الكوتن الكاميرونية وهناك بعض المشكلات المالية التي تواجه الشركة وهذا سبب لنا مشكلات في داخل الفريق أيضا نحن ما نحاول تحقيقه هو الإبقاء على هذا الفريق في المنافسات الكروية سواء محليا أو خارجيا الأمر صعب جدا بالنسبة لنا نحاول البحث عن مصادر أخرى للتمويل ونبحث عن محبين أو رجال أعمال يمولون رحلتنا في المواجهات الأفريقية آه يعني هو فيه شعوبة أصلا في حضوركم للقاهرة ده أنا فهمتوا صح؟ يعني هل فيه شعوبة في حضوركم للقاهرة على مستوى الأمور المالية والصفر؟ لا أبدا سوف نحضر في الموعد المحدد ليس لدينا مشكلات سوف نصل القاهرة يوم الثلاثاء مساء أعتقد في الساعة العاشرة سوف نذهب إلى دولة أولا ومن دولة سوف نحضر مباشرة إلى القاهرة كما قلت يوم الثلاثاء في الساعة العاشرة مساء الحضور الثلاثاء إلى القاهرة قبل مواجهة النادي الأهلي يوم السبت أربعة أيام تقريبا لماذا تحضرون مبكرا لمواجهة النادي الأهلي؟ هل فيه تصورك خطة معينة للبقاء مدة أطول في القاهرة قبل مواجهة النادي الأهلي؟ لا هي الأمر كله تعلق برحلات الطيران الرحلة الثانية سوف تكون الخميس وسوف تكون الخميس في وقت متأخر ولا يوجد سوى هذا يعني أننا سوف نصل ليلة المباراة وهذا أمر صعب ولا يوجد سوى رحلتين فقط على مدار الأسبوع الثلاثاء والخميس لذا فضلنا الحضور يوم الثلاثاء وسيكون فرصة جيدة أيضا للتعود على الأجواء هل هناك غيابات مؤسرة في التشكيل الأساسية للأطن الكاميروني قبل مواجهة النادي الأهلي؟ تعمل تشكيل الأساسية للأجواء وضع الدمية الأساسية للأجواء وفضل للأجواء ما كان الفريق كامل؟ لا، لكن يوجد صرفت كل الأجواء ولا أحدهم أي غيابات؟ لا، رحض من أجواء العربية والأجواء الأساسية للأجواء لقد كان هناك بعض الأصابات في الأيام الماضية ولكن استعدنا الجميع والجميع في مرحلة انتهاء من مرحلة الاستشفاء أعتقد في هذه المجموعة لا شيء لعب حتى الآن أعتقد أن الأمور سوف تحسن في الجولة الثانية نحن لعبنا ضد الهلال وصاندونز وخسرنا المبرتين للأسف ولكن فيما يخص الفرق الثلاثة بالنسبة لأننا الأمور سيئة جدا ولكن بالنسبة للفرق الثلاثة أعتقد أن الحسم سوف يكون مع الجولة الثانية في هذه المجموعة على ضوء متابعتك للنادي الأهلي في المبراتين الماضياتين وأكيد شاهدت للأهلي مباريات أكثر من في رأيك أكثر اللاعبين قوة أو أفضلية على مستوى رؤيتك لأداء النادي الأهلي الفترات الماضية لا أعتقد أن هذا سؤال جيد بالنسبة لأهلي لأن كل اللاعبين بالنسبة لأهليهم باللعبين جيدين لا أستطيع أن أختار لاعب معين وأقول أنه الأفضل الأهلي لديه على سبيل المثال مهاجم نحن لا نملكه بالتأكيد أن كل فريق الأهلي هم لعبين جيدين ولا يمكن أن نختار لاعب بعينه همان جابريل الموديل الفني لفريق القطن الكاميروني قبل مواجهة النادي الأهلي يوم السبت القادم هذه المداخلة أنا بشكرك عليها شكرا جزيلا واضح أنهم عندهم معاناة كبيرة وده شيء يدعو للتفاول القطن طبعا على مستوى الأداء سواء قدام الهلال أو قدام سونداونز كان أداء سيء جدا هو كمان يتحدث عنه القطن شركة هناك شركة استثمارية وبالتالي هي عندها أزمات مالية فعنده مشكلة في المستحقات والأمور المالية وعندهم مشاكل كبيرة ويجي يواجه النادي الأهلي هو رامي المنديل زي بيقوله كده وعرف أن الأمور صعبة والأمور معقدة هو دي تصرحاته يعني فإن شاء الله الأمور تبقى ميسرة للنادي الأهلي في هذه المواجهة فوز هيبقى مهم جدا فوز في المتناول جدا للنادي الأهلي إن شاء الله عشان يزبط وضعه في هذه المجموعة الصعبة جدا الصعبة جدا يعني نتكلم هلال وسونداونز الاتنين فيقين فالنادي الأهلي لازم يبقى فيق قوي عشان يضمن إن شاء الله الصعود عن هذه المجموعة اللي أكيد مش سهلة الفوز اللي جاي يخلي النادي الأهلي بأربع نقاط والأمور تتحسن طيب إيه بقى اللي بيدور في النادي الأهلي كواليس النادي الأهلي ما بعد ده مواجهة سونداونز وقبل مواجهة فريق القطن الكاميروني يوم السبت القادم تعالوا نشوف حاجات مهمة جدا جدا أولا مرسل كولر المديل الفني للنادي الأهلي أخرج من حساباته الفنية السناء رامي ربيع وأيمن أشرف مدافعاء الفريق وكرر عدم التجديد لهم وأعطى إدارة الكرة الدول الأخضر لرحيلهم بنهاية الموسم الجاري في ظل اعتماده على مدافعين آخرين بالفريق تحدث المدرب السويسري مع معاونيه في الفترة الأخيرة حول عدم وجود مدافع ثاني يلعب بجانب محمد عبد المنعم يحقق له ما يريد حيث قرر أو قال كل اللي جاهزه إنه حتى الآن لم ينجح فيه اختيار سنائية دفاعية قوية وإن كان محمد عبد المنعم هو المدافع المفضل بالنسبة له ويميل المدرب لفكرة تجربة خالد عبد الفتاح المعار إلى الفريق من سموحة في مركز المدافع المساك هو جربها بس عايزي كامل بيها شوية جربها طبعا في برات الزمالك ثالثة خلال الساعات الماضية ترددت بعض الأنباء حول وجود أزمة بين كلر وحمد فتح وهو الأمر الذي أكد المدرب على عدم صحته تماما وأن حمدي من اللاعبين المهمين بالنسبة له لكنه يفضل سنائية مروان حمدي وقال يو دينج بجانب عمر السلية في خط الوسط خصوصا وأن هذا السنائي بجانب السلية ينفذ الأدوار التي يطلبها منهم رابعا تحدث مرسي كولر مع جيازه المعاون حول تراجع المستوى البدني لثلاث لعبين بالفريق وتحديدا في الخط الهجومي حيث أكد المدرب أن الصهر لوقت متأخر من الليل سببا رئيسيا في تراجع الأداء البدني لهم أعتقد أنت عارفين واحد منهم يعني خامسا المدرب السويسري لديه قناعة تامة ببعض اللاعبين حيث أن الأولوية لهم في التواجد بالتشكية الأساسية وهم محمد مجد أفشا وحسين الشحات ومران عطية وبرستاو وأحمد عبدالقادر حيث لا يستمع المدرب لأي انتقادات توجه لأي من هؤلاء اللاعبين ويؤمن بقدراتهم بشكل كبير بالمناسبة يا جماعة بالمناسبة ده كمان رأي أعضاء في الجهاز الفني بس مارس الكولر من المدربين اللي بياخد قرار اللي بيبقى واضح في قراراته اللي مش بقول أنه ما بيسمعش لجهاز المعاون بس لو عنده قرار بيصمم عليه بيصمم عليه حتى لو بيسمع بالمناسبة هو بيسمع عشان برضو ما تحسش أنه فيه خلافة أو فيه مشكلة هو بيسمع للجهاز المعاون بس بينفذ اللي هو عايزه وده عاديه بطبيعة يعني سادسا خلال الساعات المضائية عقد سامي قمصان المدرب العام جلسة خاصة مع حسين الشحات أشاد فيها بالمستوى الذي يقدمه أكد له أن الجهاز الفني معجب بمستوى وعليه الاستمرار على نفس الأداء كما عقد جلسة أخرى مع محمد مجدي أفشة طلبه فيها بالتركيز والتخلص من أي ضغوطات يعاني منها حتى يعود للتقلق مع الفريق بالمناسبة أنت تتحدث عن حسين الشحات عام الأداء محترم جدا وكبير جدا مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة ده المستوى الطبيعي بتاع حسين الشحات هو بس اللي كان متأخر فيه هو بس اللي كان متأخر فيه اللي بعده سابعا حتى الآن لم يصل إلى الأهلي أي عروض رسمية لضم المهاجم لضم المالي أليو ديانج ومحمد محمود عبد المنعم كهرباء حيث أن ما تردد حول وجود عروض لديانج من تركيا وآخر من الإمارات لكهرباء غير صحيح بالمعنى مفيش عروض يعني أي ما تسمع أي عروض مفيش سامن الأهلي يتحرك بشكل موسع في الوقت الحالي لتسويق لعبه البرازيلي برونو سافيو بعد الاستقرار على رحيله بنهاية الموسم كما أن النادي لديه الرغبة في فسخ عقده بالترادي ورحيله إذا لم يتوفر عرضا مناسبا ولكن هذا الرحيل سيكون مشروطا بتنازل اللاعب عن مستحقاته المتبقية في عقده وتوقيع مخالصة بالترادي حتى لا يشكو اللاعب النادي في فيفا بعد رحيله طيب تسعا عقد مرسي كورر خلال الساعات الماضية جلسة مع اللاعبين واعتبهم بشدة على الأداء في مباراتي الهلال وصندونز واكد أنهم وقعوا في أخطاء مكررة خلال المباراتين واهضروا العديد من الفرص السهلة أمام المرمى وهدد اللاعبين بعودة الكلاسات الصباحية مرة أخرى خصوصا وأنه يشعر بوجود عدم التزام بالتعليمات من جانب اللاعبين طيب ده بالنسبة للنادي الأهلي أما بالنسبة لنادي الزمالي فالجهاز الفني لفريق نادي الزمالي قرر تجديد عقد حمزة المسلوسي زاير أيمن الفريق وطالب إدارة النادي بالإبقاء على اللاعب في صفوف الفريق الأبيض علما بأن عقده ينتهي في نهاية الموسم الجاري ده بالنسبة لحمزة المسلوسي وفي صراحة عامل أداء محترم وأداء جيد وأداء في شغل كبير جدا منذ عودة جوزوالدو فريدا لتدريب الفريق حمزة المسلوسي نسخة مختلفة تماما عن النسخة بتاعة جوزوالدو فريل لها طبعا كان الأداء كارسي كارسي أحمد مصطفى زيزو هيخضع الاختبار طبي بكرا إن شاء الله عشان يتم الإطمئنان عليه ومعرفة مدى جاهزيته لمباراة بيرامدز اللي جاية يوم الجمعة القادمة زيزو كان اشتكى من كدمة في مباراة الفريق الأخيرة أمام التراجي التونسي وإن شاء الله هتبقى الأمور بالنسبة له جاية كان ما تقدر تلم أمورك يعني زيزو من أهم مش أهم هو أهم عنصر في تشكيلة نادي الزمالك وغيابه هيبقى مؤثر جدا في المباراة كبيرة جدا أمام فريق بيرامدز كمان الجهاز الفني لنادي الزمالك أخيرا أخيرا يقترب كثيرا محمود حمد الوينش من العودة لتشكيلة الزمالك أكتر عنصر الزمالك خسره في فترة من الفترات في آخر عشر سنين هو التأثير اللي سابه بغيابه محمود حمد الوينش على تشكيلة الفريق بالكامل مش بس المنظومة الدفاعية الموضوع حصل فيه خلل زمالك حصل فيه خلل منذ غياب محمود حمد الوينش عموما الزمالك بيجاهز محمود حمد الوينش لما بعد مباراة بيرامدز لمباراة التراجي التونسي اللي هتكون يوم سبع مارس اللي جاي هو فريق شايف انه ما يتمش المغامرة بيه الوينش قدام بيرامدز عشان يبقى جاهز مية في المية في مواجهة التراجي التونسي اللي هتبقى مواجهة فاصلة وحاسمة في مشوار وأمال الزمالك في دور المجموعات أفريقية كمان جزاله فريرة المدير الفني لنادي الزمالك طلب تقرير طبي عن موقف أحمد فتوح زيل أيصر للفريق عشان يعرف ينفع يشارك فيه مباراة بيرامدز لا لا اللاعب عنده إصابة فيه العضلة الخلفية كانت عنده خلال أيام الماضية وفريرة عايز اللاعب ياخد الراحة الكافية ويرجع عشان يريح شوية محمد عبد الشافي يريح محمد عبد الشافي من المجهود الكبير اللي عمله الفترة الماضية كمان في نفس الإطار مجلس إدارة نادي الزمالك بيدرس تعليق صرف أي مكفاءات أو مستحقات مالية لللاعبين لحين تحسين موقف الفريق ونتائجه محليا وافريقا ولو سألتين عن رأيي لا كفاية يعني هو لعبة نادي الزمالك عانيت شوية بص أنا بقلقي على اللوم على جزء كبير من نتائج الزمالك في الفترة الأخيرة على عيبة نادي الزمالك بس عيبة نادي الزمالك كمان كان عندها مشاكل كتيرة في مستحقاتها المالية وسبرت برضو كتير فرأيي رأيي الشخص يعني ما هو أنت لما هتخصم منهم أو هتعلق مستحقاتهم هما مستوهي إلا أكتر مش هيزيد يعني الموضوع هيبقى فيه تأثير نفسي تصوري برضو في أن الأول والآخر الإدارة الأعلم واللي عارفة التفاصيل كلها هما اللي هيبقوا أصحاب القرارة أنا بقول من برة شايف أنه ده ممكن يبقى مدر أكتر منه مفيد اتحاد الكرة اتحاد الكرة كابتن حازم إمام والكابتن محمد بركات عضواء اتحاد الكرة بيفكران جديا في الاستقالة من مجلس إدارة اتحاد الكرة على خلفية أزمة خروج منتخم مصر للشباب من بطولة أهم أفريقيا المقامة حاليا في مصر كابتن حازم إمام والكابتن محمد بركات شايفين الأجواء الموجودة حاليا لا تساعد على النجاح فضلا عن تحميلهما مسؤولية أي إخفاق للمنتخبات الوطنية طبعا بالمناسبة يعني هو طبيعي أنه يتم تحملهم بس يتم تحملهم مع المجلس كله مع اتحاد الكرة كله أنا كلمت مع حضراتكم من بارح أنه الوضع مش بس أسماء أو ناس معينة في اتحاد الكرة والوضع منظومة كاملة محتاجة كثير من التعديل عشان نشوف نتائج جيدة لمنتخباتنا الوطنية دكتور أشرف صبحي في هذا الإطار وزير الشباب والرياضة طلب من اتحاد الكرة وضع معايير وضحة لاختيار مدربي المنتخبات الوطنية في الفترة اللي جاية منها مثلا الحصول على رخص تدريبية واللعب على المستوى الدولي وتحقيق بطولات بكميس المنتخب كمان وزير الشباب والرياض دكتور أشرف صبحي طلب من اتحاد الكرة تكليف روي فيتوريا باختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2005 و2008 اللي هيتم تشكيلهما خلال الفترة المقبلة حلو حلو نستفيد بخبرات روي فيتوريا وحلو جدا فكرة أنه لازم المدرب يبقى أكاديمي يبقى دارس يبقى فاهم يبقى عارف بالمناسبة يعني مدربين الشباب والناشئين في كل فرق العالم ومنتخبات العالم مش بيبقوا أسماء كبيرة بالمناسبة مش لعيبة ولا مدربين ولا ولا أهليهم خبرات لا هم ناس ممكن يبقوا كريم مثلا يعني راح درس تدريب في مكان ما وراح اشتغل ويشتغل على نفسه يعني ودرس كويس وبعد كده يشتغل درب منتخب مش لازم يكون نجم الأهلي والزمارك والإسماعيلي والمصر وخلافه دي نقطة تحدي الكرة كمان بيدرس فيه اجتماعه المنتظر خلال الساعات المقبلة إقاف اللاعب عبد الرحمن رجدان مدافع النادي الأهلي ومنتخب الشباب اللاعب كان تم استبعاده من بعض المباريات فاعترض على الجهاز الفني بطريقة غير لائقة فالتحدي الكرة بيدرس معقبته خلال الفترة اللي جاية طيب لسا مكملين مع حضراتكم ونتائج مباريات اليوم في الكونفيدرال الأفريقية برامل زي ما قطركم فاز على إسكوكارا 1-0 والجيش الملكي فاز على فيوتشر 2-0 في كأس رابط المحترفين الإنجليزية اليوم فاز منشستر يونيتد بهذه البطولة بعد فوزه بالنهائي على نيو كاسل 2-0 بأداء رائع جدا منشستر يونيتد مع تينهاج دلوقتي نسخة السير أليكس فالكسون نسخة رائعة ومبهرة لسا كسبان برشلونة وأقصى من دوري الدوري الأوروبي الآن يفوز ببطولة كأس رابط المحترفين الإنجليزية ومازال في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في نفس الإطار في الدوري الإنجليزي دوتنهام فاز على شيلسي 2-0 وفي الدوري الأسباني الميريا عمل مفاجأة كبيرة النهاردة وفاز على برشلونة 1-0 لصالح ريال مادريد في المنافسة على لقب الدوري الأسباني وبولونيا النهاردة فاز على انتر ميلا 1-0 عشان يقرب أكتر وأكتر وأكتر نابلي من لقب الدوري الإيطالي إلا أنا في رأيي محسوم لنابلي خلاص والموضوع منتهي ميلا النهاردة فاز على أطلانتا 2-0 أيضا في الدوري الإيطالي وفي الدوري الألماني فمنافسة كبيرة جدا على قمة بين بايرن ميونيخ ويونيور برلين بايرن النهاردة يكشر عن أنيابه ويفوز بسلسية نظيفة وفي الدوري الفرنسي نانت خسر 0-1 أمام مائرين وباريس سان جرمان فاز 3-0 على مارسيليا مارسيليا النهاردة لو كان كسب باريس سان جرمان كان الفارق بينهم هيبقى نقطتين فقط على الصدارة نقطتين فقط على الصدارة النهاردة لما باريس سان جرمان فاز على مارسيليا بقى الفارق على الصدارة تم النقاط للصالح باريس سان جرمان في مباراة طبعا بطبيعة الحال تقلق فيها كلمة بي جدا وتقلق فيها ليونيور ميسي كلمة بيسجل هدفين ليونيور ميسي سجل هدف اللي اتنين عاملين يصنعوا البعض في المباراة واللي اتنين عاملين حالة طبعا خرافية في فاريس سان جرمان احنا لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هينورني ويشرفني الكباتن الكبار كابتن احمد عادل كابتن ايهاب المصري خليكم معنا علاج اورام البروستاتا صواء بالاشاعة او الجراحة يعد تحديا لقرب البروستاتا من اعضاء حساسة جدا يعد سايبر نايف الجهاز الاول والوحيد في العالم المحمول على روبوت والذي يستخدم التصوير المتطور وتقنية التتبع بالتزامن اللحظي لحركة الورم يقوم السايبر نايف بتعديل وضع ليتكيف مع حركة البروستاتا الغير متوقعة مما يطيح لهذا العلاجة الغير جراحي توجيه وتوصيل جرعات عليها من الاشاعة بدقة بالغة للبروستاتا وذلك في اربع لخمس جلسات فقط السايبر نايف بيوفر علاجات قابلة للتطوير وموثوق فيها لمجموعة متنوعة من المؤشرات ويتم استخدامه لعلاج عشرات الالاف من مرضى السرطان وهو فعال ايضا عند استخدامه مع مجموعة متنوعة من تقنياته الاخرى التي تعطي املا جديدا لمرضى الاورام المتكررة حتى تلك التي سبق لها تلقي الاشعاع السايبر نايف هو مشروع وقف خيري كي يستمر علاج اطفال مستشفى 57-3-57 بالمجان للحصول على مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا ناتشوز رقائق دورة مظبوطة حتشد الكل عمرك محت ناتشوز واحد مشروع سكني متكامل على بعد دقايق من المعادي ومصر الجديدة ومطار القاهرة الدولي اتصل الان على 19-956 واحجز وحدتك بالتأسيد حتى 9 سنوات كوني متخال اني هاجي اشوف مستشفى فقط متخصصة في الحروق لكن ما شاء الله انك لما عملنا الزيارة الميدانية جوه لا مستشفى عالمية مكانيات كبيرة جدا سواء في الرعاية سواء في الاجهزة الطبية سواء في الاجهزات الموجودة في المستشفى الاطفال جمال جدا كلهم وبرده بشكر حقيقة قايمين على المستشفى انه ازاي نحول حالة الطفل النفسية دي من التأثير الكبير اللي بيحصلوا بعد الحدثة وما بين حالته حاليا دورنا اكيد ان احنا نعمل توعية اكتر في الرياضة كلها دور مع الاطفال في حالتهم النفسية سواء من مشاركة بعض اللي عابين معاهم سواء انهم هيمرسوا حياتهم الرياضية بشكل منتظم واشكر فلو قايمين على المستشفى شارك في انقاص حياة طفل او جهاز طبي بساهم يبدأ من 200 جنيه اتبرع على حساب 98-99 في جماعي البنوك المصرية او كلمنا على 16-8-63 علشان كل ثانية بتفرق في انقاص حياتهم تبرعك لمستشفى اهل مصر هيكون بردا وسلاما على مصابي الحروق ناتشوز رقائق دورة مصبوطة حتشد الكل عمرك محت ناتشوز لأحد حكايات كتير جوا كل بيت حكايتي هي العيلة وحقها في معرفة كل شيء عن صحتها وسلامتها وسلامت ولدها وانا حكايتي مع كل المشاكل اللي بتقابلنا وبالذات حكايته هو مع هي وحكايتي انا جوا الكتب واسترها وموضوعاتها اللي بترسم صورة اوضح لحياتنا يحكى ان من مصبيره اصل كل الحكايات يحكى ان من السبت الى الاثنين السابع مساء على قناة مصر الاولى طموح يضم الجميع ومحبة تلقي بظلالها على بلاد العرب جميعاً عالمنا العربي ماليء بالبطولات والقصص البطولية من القاهرة لعمان ومن بغداد لبيت الاحما احنا امام تحدي كبير امكانياتنا كبيرة نستطيع ان احنا نصل الى حلول جيدة لانفسنا وللاخرين واجعنا واحد وهمنا واحد وفرحنا واحد نفرح لبعض نزعل لبعض استمر الحلم واستمرت الحكايات نتواصل ونتصل نتفق ونختلف ونصل دائماً لنقطة التقاء مسألة القدس وارض فلسطين هي بالنسبة للعرب والمسجين عقيدة بدأنا كالكثيرين وواصلنا كالمكافحين كان طموحنا بيتاً للكل فكبر الحلم وصار وطناً كبيراً يساع الكل البيت الواحد والقعدة الواحدة المزعين اللي من مختلف البيتزان العربية انتو بتمثلوا بلاد هي الحضارة والتاريخ حلقات ونقاشات ضيوف وتقارير ضحكات ودمعات جميعها في ضيافة بيت واحد وتحت مظلة بيت واحد حياتنا بجد الناس البسطاء في كل العالم العربي والأشياء الجميلة اللي بتجمعها أهلاً وسهلاً بكم دائماً في بيت للكل بيت للكل الجمعة الحادية عشر مساء على قناة مصر الأولى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر يا رب إن شاء الله هبدأ بمنتخب الشباب وأنا بنبالح بحاول أقول إنه احنا عندنا مشكلة واضحة بس تعالوا مع بعض كلنا ندور على أصل المشكلة إيه؟ وندور برضو على علاج للمشكلة ما نعودش كلنا نقعد نسرخ ونزعل ونعيط زي كل مرة يعني المشكلة كانت فين وممكن نحلها إزاي؟ في البداية مش عايزين أنا أقول مثلا ده كان متوقع كان متوقع لكل الفترة اللي كنا بنتكلم فيه على مدار السنين اللي فاتت إن إحنا ما كناش عايزين نوصل للمرحلة دي في قطاعات النشئين بالذات وده اللي كنا بنشت بيه دايما بص على قطاعات النشئين بص على سياسة إدارة النوادي في قطاعات النشئين الفرق اللي بيتبيع فرقها الاختبارات بتبقى عاملة إزاي؟ هل اللعبة دي هتبقى مؤهلة لنهاية تلعب أهلي وزمالك ومنتخب مصر؟ أنا عايز أمسك مشكلة ومشكلة وفهمها عشان إحنا منتكلم مع الناس أنا أعطاك أنه أنا فاهم بنتم تقول لي بالزبط بس ممكن السادة مشاهدين ما عارفوش الجملة اللي تقولتها الأولانية اللي هو فيه فرق بيتبيع فرقها وفيه قطاعات النشئين في الاختبارات بيحصل يعني إيه بقى اللي بيحصل هنا وإيه اللي بيحصل هنا؟ أنا عايز أمسك المشكلة المشكلة دلوقتي إنه دلوقتي عندي فريق مثلا عنده سيستم فريق اسما سين مسلا أنا مش عايز أذكر أنداء لا طبعا سين من الفرق دلوقتي بيجي مثلا على فرقة 2008 2007 اللي هي البراعب أو قطاع النشئين فبيجي مستثمر بياخد الفرقة دي باسم النادي دوت وبيبدأ إنه هو يعمل ماركتنج أو تسويق إن أنا خدت الفرقة دي مثلا بيدي النادي مقابل مادي مثلا 500 ألف جنيه على الفرقة دي بالزات كمستثمر فالمستثمر هو عايز يعمل المستثمر عايز يكسب صح فبيجيب لعيبة بيقولهم أنا عندي السيستم دوت عندي قايمة 30 لعيب بيبدأ يماركت إن أنا دلوقتي هلعب مسابقات فولي الأمر طبعا ما بيدورش على الموهبة هنا على قد ما بيدور اللي هيدفع لي 30 ألف في الولد أو 20 ألف في الولد تمام؟ هيبدأ إنه هو عاي تارجت نفسه مثلا لو قايمة 30 لعيب لو أنا دربت مثلا فهسعر إن الولد مثلا قد بـ 30 ألف بـ 20 ألف تمام؟ بيبدأ هنا في النقطة دي بيبدأ زي اللي هو إيه أنا اشتريت السيستم دوت ويبدأ يسوق عليه لأنه أنا عايز أعمل المستثمر أحط 500 ألف غالبا مش هيبقى فيه مواهب هيبقى فيه اللي يقدر يدفع اللي يقدر يدفع هنا إنت مدورش على الموهبة هنا هتلاقي مثلا فرقة مثلا كذا اللي هي خسرت مثلا خمستاشر ثلاثة فده إنت إسمك إنت فين كنادي أنا هتسمع مثلا نتيجة في مثلا منطقة كذا أنا ما عنديش مشكلة في النهاية دي مع كامل الاحترام لكل الأندية أنا عندي مشكلة إن إنت كده بقى لما يجي بقى منتخب الشباب ولو منتخب الناشيين يدور على لعيبة المفروض ياخدهم من دول اللي هم أصلا مفهومش مواهب وهم بس بيعافوا يدفعوا فلوس ما هو ده بقى اللي أنا بتكلم فيه إنتهد مثلا مدرب منتخب مصر هينزل يبص مثلا على دوري منطقة مثلا كذا منطقة الكهارة منطقة الجيزة منطقة سكندرية منطقة كذا كذا مش لاقي فعموه مش لاقي طبيعي أنت مش هتلاقي لكن اللعيبة فين؟ عشان نبقى واقعون اللعيبة في الحواري وفي الشوارع وفي اللي هو ما قادرش يدفع ألفة جنيه ولا ألف جنيه حتى الله اللعب دي كلة موجود حتى كمان الإختبارات مبقاش في عندية بتروح تعمل اختبارات في المناطق في المحافظات يعني كلو بيستسل مثلا النّادي بيعمل اختبارات مسلا عندي في النادي اللي استمرارصل مي جنيه أو ميتين جنيه وحط لي مثلا إيه هات لي 30 ألف طفل وال30 ألف طفل دول كل واحد فيهم يدفع الاستمرار أنا أصلا بقفشة فراج عليهم مثلا دولوقتي الاختبارات في القاهرة فدولوقتي في لعيبة أنا أعظم كنت أكتر اللعيبة في المحافظات في الأرياب في الفلاحين هم دول أحسن لعيبة على مستوى المحافظات أنا دلوقتي أنت أركب بكام وهروح بكام القاهرة مثلا وهرجع بكام وهدفع استمرار كام لا أنا مش قدر مش أروح لكن زمان على أيام نحن ويمكن عشان كده كان في قاعدة لعيبة بشكل كبير جدا أن الاختبارات كانت بتيجي تروح للأنداء تروح للبلاد نفسها تروح تنزل تعمل في البحيرة في الدأهلية في ضمنهور في كفر الشيخ هتلاقي مثلا نادي الأهل بيروح يعمل اختبارات هناك أمبي بيروح يعمل هناك عشان كده ممكن بعض الشيء هتلاقي اللعيبة أميز من اللعيبة في قطاع ناشين ممكن في قطاع أمبي تمام اللي كانت شغالة علي كابتن أمام محمدين في بعض فهي دي النقطة عشان مش عايز أطول هي دي النقطة نقطة مهمة جدا هي دي النقطة هتلاقي نتكلم عليها طيب كابتن أمام في نقطة تانية مهمة جدا وهي فكرة المجاملات في الاختبارات حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة في ناس كتيرة بتتجامل وأنا ما عنديش مانع من فكرة إيه مثلا أنا مثلا ابن الكابتن أمام المصري أنا أخوه الصغير أنا من عمه فروحت اختبرت فأنت بصيت علي وخليتني أختيب ديتني فرصة أن أنا أنزل تمرين بس لا مش هين في عقدك يعني في الأخي مش هين في عقدك أنا شفت عندها وروحت وشفت بعنايا لا في ناس بيتم اختيارهم وهم لا يصلحوا أصلا للاعب كرة القدر دي يعني أنا بسم لك مساحة المجاملات عشان كده كده مش هنقدر نبعدها لا 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 هقول لك حاجة لا هقول لك حاجة يمكن أنا دلوقتي أنا في قطاع ناشئين في نادي بيراميز ومهيسك فرقة 2009 مدرب عام فأنا عايز أتكلم في نقطة أنا دلوقتي كمدير فني أو مدرب موجود في الجهاز أو الجهاز الفني ككل هتجامل لعيب على حساب مصلحتك الشخصية اللي بيعمل كده هو بيأثر على نفسه وبيأثر على مسرته كطول الموسم لأن أنت لما تاخد واحد واثنين وثلاثة مجاملة أنت ده هيطلب بعد كده هيطلبك اللي هو يلعب هتخش في مشاكل طبق وإنت عايز تعمل إيه أنت عايز تعمل فرقة وتكون فريق محترم ينافس على بطولات بعد كده وتطلع ناشئ كويس ولا أنت هدفك إيه بس ده بيحصل ممكن أنت ما بيحصلتش عندك بس بيحصل في بعض قطاعات الناشئين بيحصل يعني ممكن تحط واحد بيجي لك حد من هنا حد من هنا واحد لكن أنت لو عندك قائمة 30 لعيب مش هتحط 30 لعيب مش هتحط 10 منهم وجاملة أنت ممكن تحط واحد في قصة 30 لكن ده مش هياخد حيز كبير جدا من أفكارك لكن المشاكل في قطاع الناشئين أو المشاكل اللي بنقابلها في منتخبات الناشئين إحنا بقالنا فترة كبيرة جدا بعيدة عن المحافلة الدولية في المسابقات اللي هي منتخب الناشئين منتخب الشباب إحنا كنا يعني كنا متسايدين الموضوع ده زمان جدا من أيام دكتور محمد علي رحمة الله عليه كنا منتخب وهنرجع لورا كمان إحنا دايما كنا لنا في الحتة دي كنا لنا الأفضلية دايما داخل القرى الأفريقية الكل بيتطور الكل بيشتغل دلوقتي لكن إحنا هنا للأسف الأمور بتتأخر الأكتر لأن إنت ما عندكش ملاعب الملاعب هناخد واحدة واحدة تده الملاعب في قطاعات البراعم و الناشئين إنت الغد الوقتي لو رحت المحافظات ممكن تلاقي الملاعب كلها بقيت نجيل صناعي ونجيل صناعي من الدرجات يعني خلاص بيبقى غير صالح لله فبيأثر على رجبة الولد إنت بتلاقي البراعم عنده سبع وتمان سنين وتسع سنين وبتلاقيه بيشتغل نفس الكلام ده على ملعب نجيل صناعي وتفصيلة بسيطة حركة تعرفها كلاعب يعني أنه حتى مهارات اللاعب هي مش هتتطور على ملعب زي دوت مهارة التسليم ما ترضيش تحكم عليها كل التفاصيل يعني بعد كده فالقصة دي مشكلة كبيرة جدا اللي بتأثر على تربية الناشئ وعلى استعداده من استعداده المبكرة قصة البراعم إنت دلوقتي المدرب في البراعم اللي هو الأساس يمكن كيروش من فترة تكلم قالك طلع تصريحي إن في معظم أو أغلب لعيب منتخب مصر يعني يفتقدوا المهارات الأساسية في كرة القدر صح ليه؟ هو ما تأسس صح إحنا عندنا دايما الهرب مقلوب إنت بتيجي زي ما قلتلك إحنا بنتكلم دلوقتي لعيب الكرة لما يبطل ليه ما ياخدش درساته ويبدأ يشتغل في قطاع البراعم قطاع الأهم خلي بالك مرحلة البراعم أنا أكيد يعني كل الناس المهتمين بيقولة عارف اللي هي أهم مرحلة لابناء اللعب إحنا عندنا دلوقتي لعيب الكرة لو جدت تتكلم ما هتقوله تعالى امسك فرقة في البراعم يقول لك لأ ليه يا حبيب؟ لا يقول لك أنا همسك مع المدرب الفلاني في مدرب عام في الدورة الممتاز بيه أو همسك هنضم الجهاز في الدورة الممتازة طب إنت خبراتك اللي أنت لعيبتها دي حاجة وخبرات ومواقف الملعب أنت كمدير فني جو الملعب وخارج الخطوط دي حاجة تانية خالص والشغل تانية خالص بالضبط فدي قصة لازم لازم أهتم بيها لازم لأن أنا عايز أشوف لعيب الكرة اللي اعتزل أو خد 15 سنة خد 20 سنة في الملعب وراح هنا وجربت كان عنده كذا تجربة مختلفة لازم يديها للولد هو اللي هيديها للولد هو اللي هيعلم الولد إزاي يستلم صح إزاي يسلم صح مواقف لها بداخل الملعب دلوقتي احنا المسابقات أول مسابقات بتبدأ ل2013 ما بقاش في ملعب خماسي صح بقى الملعب نص ملعب لازم أعلم الولد هيتحرك إزاي هيتحرك إزاي داخل الملعب تنظيمه الدفاعي تنظيمه الهجوم التحولات بتاعته ده في نص الملعب لأنه خلاص كلها سنة أو سنتين هتلاقي الملعب بيوسع عليه وهيلعب في مساحة الملعب كله فلازم من دلوقتي يأسس الولد صح على الأسلوب اللي هيتعامل به هو مش ولد صغير بلعب دسة في ملعب خماسي دي نقطة برضو إن المدير الفني في المرحلة العمرية الصغيرة ما يبقاش فيه جاب كبير جدا بدلو بين الولد ما ينفعش أجيب المدرب معادي إلى 40 أو 50 يمسك ولد عنده 9 سنين العقلية مختلفة في تباعد كبير جدا في الأفكار لازم يكون المدرب قريب منه عشان يقدر في المرحلة دي لازم الولد يكون رايح التمرين حابب التمرين حابب هو رايح يشتغل إيه ده مش موجود في كارثة أكبر بنقبلها في قطاعات الناشئين التزوير أو التسنيم مزال موجود موجود طبعا والأوراق بتطلعها سليم في ناس في دلوقتي الموضوع الإسورة 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 شغالين على الإسورة بس برضو في مراكز ساعات بتضربها يعني خلينا بقى نتكلم لأن في فرق في قطاعات الناشئين يقولولي ساعات أنت مثلا ما كنت براح في فرقاتك في براملز تلع مع فرقة تانية تلاقي تحس من نائبة كبيرة أنا حصل معي في فرقات الموقف وكنت بلاقي في فرقة يعني قالولي في عندك خمس لعبين شكين فيهم وعمل تصلوا بالإدارة وكابتن عطاسم سالم طبعا رئيس القطاع جاب الولاد وعملنا له بإسورة هم الولاد إحنا وصقين في إمكانياتهم ووصقين اللي هم لعبة يعني أصلاً مش هتحك على يعني أنا مش هاجي أخد أدي الواحد حق مش حقه صح وفيه ولد تاني عنده الموهبة حتى لو تكوينه الجسماني مش كبير لكن عنده الموهبة ما جيبش واحد مزور أو مسنن أكبر منه سنتين ثلاثة ويركبوا عليه في الملعب لا فعملنا لهم الإسورة وطولة وسلام وبعتناه للنادي والأمور عدت بسلام يعني ليه؟ لأن إحنا زي ما قلت لك أنا مش عايز أبني مش عايز أخب بطولة دلوقتي آه هدف البطولة لكن أنا عايز أبني لعيبة تقدر تفيدنا بعد كده صح عايز أشتغل على كده من دلوقتي صح فموضوع التسنين والتزوير في قطاعات الناشئين صعب جدا المرتبات المرتبات في الأندق صعبة جدا للمدربين للمدربين إن المدرب دلوقتي أنت بتلاقي المدرب جيولك قدام أنت بتدرب فرقة أجبال أو قطاع الناشئين أو براعم فأنت أخد مرتب قلية أنت مش بتدرب فريق أول رغم أن التحت في العالم كله يعني المنطقة دي بيدفن فيها فرقة أجبال أوش ما أنا أقول لك بقى تلاقي المدرب مشغل في نادي بيخلص النادي رايح شغل مثلا ماسك في سين 2008 هتلاقي بيخلص ماسك في صاد 2013 بيحصل ده جير برايبت أه ما أنا أقول لك هتلاقي ماسك في أكاديميتين ثلاثة هو هو أنا مش يعيش بألفين جنيه مش يعيش بألفين جنيه أنا بقول على فكرة ألفين جنيه دول وأنا سمعته رقم في نادي كبير يعني في نادي كبير في مدرب راعب بياخد ألفين جنيه ما أنا بقول لك بص أنت مستني منه يعني اشتغل هنا بس ما أنا في النقطة دي أحب خلي بالك المدرب معزور أه لا أنا بقول لك أحنا مش بديني المدرب أحنا مش بديني المدرب أحنا من دين اللي بيتفعله الرقم دول فأنا بقول لك هو ظروف الحياة بتخليه مجبر اللي هو يروح يشتغل في نادي تاني وفيه يروح يشتغل في نادي تالت وأجاديمية والبرايفت أنا بشوف برايفت اللي ولد عنده دلوقتي الولد 8 سنين و 9 سنين بيشتغله برايفت وتلاقي من التحطيقة حاططله شغل يشتغل ولد عنده 18 سنة برضو بدون تخطيط وبدون علم وبدون فهم فدي مشكلة تانية لكن انت بتتكلم لما أنا هتم بالقعدة واشتغل عليها صح هتلاقي الأساس جيد جدا عظيم في نقطة تانية واسأل لكو فيها انتوا لتنين في أوروبا تلاقي مسلا في ريال مدريد لو سألتك مسلا مين اسم المدرب بتاع فرير براعم مش تعرفه كانش نجم في ليفربور في أي نادي مدربين البراعم دول تحديدا ممكن أصلا ما يكونش عد على الكورة غير مسلا إيه لعب سنة كورة مسلا ما كانش نجم لقل جوزي مورينيو مسلا ما لمسهاش بكلامك كمان على مستوى البراعم انه لازم يكون دارس ما ينفقش تبقى نجمه بس بس لو انت دارس ومش نجم كبير أهلا وسهلا أكتر كمان طبعا بس يا كريم انت عندك برضو دارس التطوير ايوه ودارس من سنة لسنة ايه كورة التوارد في ايه ودارس الشغل البدني مع الولد الصغير اللي عنده تسع سنين غير اللي عنده 14 سنة الله ينور عليك بدي نور عليك انت دارس التعامل مع المرحلة مع المرحلة دي مش كورة بس هنا التوظيف هنا التوظيف كيفية التوظيف كافية التخطيط انت اللونجرون قدام عشر سنين انا شايف الناش اللي عنده عشر سنين دوقتي لما هيطلع يبع عنده 20 سنة هيقدر يفيد الفريل اول ده امتى صح هيفيده عنده 16 سنة امتى هيفيده عنده 17 سنة امتى هل هيبقى مؤهل انه يشتغل على ده وهتلاقي المدربين برا بتدي ريبورت للسنة اللي جاية اللي انا حصل مع فلان دوت وتسيب الريبورت عنه فاللعب البقرية ده اللي ريبورت عنه هتلاقي كل ده تخطيط وده ينفع يتأهل الفريق اللي بعد كده ده ينفع يتباع ده ينفع يتباع بدري هو ده ده ينفع يطلع فريق اول هو ده تخطيط هو ده توظيف هو ده تركيز هنسلنا دايما الصدفة يعني ان شاء الله بإذن ده قطعنا شيء ده يدينا لعب كويس الصدفة بس بدون اي تخطيط انا هنا برضو انت بتفتقد الرقابة بتفتقد الرقابة على الاندية دي شكرا بس شكرا اللي انت قلت الجملة دي انا ببرح يسود يتنبح الركابة لو لا هلوم على اتحاد الكورة في اي شيء فهلوم انهم مفيش رقابة على قطاعات الناشئين دي مفيش مفيش موه انت اندية نادي انا بكلمك في اندية اندية كبيرة اندية عندها قطاع الناشئين مفروض يبقى من اكوة قطاعات الناشئين في مصر زي مكان ما عودنا مجلس قدرته بيشتغل ازاي اللي سبط عليها عامل ازاي الفرق البراعم اللي بتشارك اللي سبط عليها عامل ازاي يعني دلوقتي حاجة انا بشوف من الحاجات الاجابية حقي مشروع لك انت كنادي ان انت تدور على كيفية ان انت تزدجيب موارد بس هتها بطرق مشروع يعني دلوقتي في قطاعات الناشئين بيعمله اي بيعمله حاجة اسمها كطاع موازي قطاع الموازي ده اللي هو بفلوس ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه انا دلوقتي انت ابنك مثلا عايز تلعبه مسابقة فهنا في قطاع الرسمي ده اللي انت مجيش جنبه ده اللي انت بتأكله كويس ده اللي انت بتأكله ولد كويس بتهدم به بتتمرم به ما فيهاش وسطة ما فيهاش مجاملات ده اللي انت بتقدر تشتغل عليه يابي يبقى نواة للقطاعات الناشئين او للفري الأول الولد اللي انت بتشتغل عليه يابي بتقدر تسوقه تبيعه الكتاع الموازي انه لو ولي الامر عايز تلعب مسابقة فيه مثلا في سيه 2010 ده مسابقته مسلا بستة لاف جنيه المسابقة فولي الامر هنا ليه حرورية الاختيار يدفع ياما تدفعش فهنا عندك بقى عندك قطاع موازي بيبقى داعم حتى لو ظهر لك ولد كويس تقدر تسجله وكأنه رسميا اسمه أكاديمية الله ينور عليه دي أكاديمية معروفة بفلوس الله ينور عليه ناخن منه اتنين تلاتة بعد كده بقى لقطاع الناشئين اهنا وسألك لقطاع الناشئين ده ما تمسوش هو ده هو ده اللي انت بتقدر تشتغل عليه قطاع الناشئين ده ما تجيش جنبه يلي هو انت خلاص انت بتشتغل عليه انا مع كمان سياسة اللي في قطاعات الناشئين يبقى اللي عينه في قطاع الناشئين هو مدرب الفريق الاول مدرب الفريق الاول ده بيطلب مثلا من كل مدرب في قطاع الناشئين سيهي مثلا طريقة لعب ومعينة اللي هيبيلعب بها الفريق الاول لازم لازم زي ما احنا تربين عليه لازم فيه حاجة اسمه فريق امل فريق الأمل ده اللي هو من كل سن مثلا عندك من 15 سنة اللي هو خلاص أنت أنا بالنسبة لي 16 سنة ده يلعب فريق أول يعني يلعب فريق أول مرتاح المفروض ده ده المفروض بيحصل في أوروبا كده والدول المتقدرة 16 سنة ده بالنسبة لنا لسه طفل إحنا لحد دلوقتي بنعب 24 سنة بلاك لعب صغير حد دلوقتي في قطاع الناشئين في مسبة 2001 يعني بلعب ناشئين 22 سنة لسه بلعب في قطاع الناشئين يعني 22 سنة اه فدي احنا بقول لك أنا لو نادي نكلم من النهاردة كده ما بيه بالمناسبة يعني بقى الهدف التاريخي لباريس سن جلمان بـ 200 هدف 23 سنة هدف تاريخي لباريس سن جلمان لا وهو بقاله وقدي ايه عشان بقاله وقدي بيلعب وهو 200 هدف بقاله كتير بيلعب وبقى هدف التاريخي لفريقته انت متخيل يعني طبعا احنا بايد يعني لا فلازم الركابة الركابة حط تحتها مليار خط على الاندية وعلى اساسة ادارتها وعلى اساسة مسابقتها عشان يبقى في جيل يكمل يعني جيل بيسلم مفروض بيسلم جيل لكن احنا عندنا جاب كبير جدا بالاجيل هاي من ناحية تانية ودي نقطة مش عارف يعني مش عايز ذات تتحط على نادي بيرامل زي بشكل ملطي على مدارب تعام نادي بانا تتكلم عن كتاعات الناشئين كلها تمام في المرحلة العمرية لأطفال وانت عندك أولادك وانت عندك أولادك بيلعبوا في كتاعات ناشئين فرق واحد وفرق واحد وانا اتنين فرق هو الباكر يمين وانا الفرق بداع ساعات بيجيلك ابنك وهو صغير في السن تتكلم في 7-8-9 سنين يقول لك يا بابا المدارب مدايقني والله اصلا ما باخدش فرصة والله مش عارف ايه المرحلة دي هي مرحلة عاملة زي في البيت كده عندك اللي هو انا ماما مش عارف بتأكين طول الوقت متزمر وطول الوقت زعلان هل في كتاعات الناشئين فيه اخصائيين نفسيين هل فيه اخصائيين ده زي عشان الناشئ ده وانا ده مش موجود لا مش موجود مش موجود يمكن احنا في بيرامد يعني كتجربة كان من أول سنة الجهاز مسلا مدير فني مدارب عام مخطط احمال ودكتور واداري ومدارب حراس طبعا يعني المرحلة دي تحديدا محتاج التخصين دول تحديدا بس اللي بيقوم بهم مسلا دلوقتي موضوع التغزية بيقوم بيدو الطبيب الفريق بيحاول على قد ما يقدر يقره ويذاكر ويشوف وبيدي الاولاد مسلا لو عندنا احنا مواصم مبارات مسلا انا هتكلم عن تجربة بقى مسلا الساعة تسعة الصبح هو يوم الجمعة بيبلغهم هتاكلوا ايه وهتفتروا ايه الصبح الدكتور بيعمل كده الجالب النفسي لا انا كلم بس عن تغزية واحدة واحدة وبرضه انا مش عايز اتكلم على انا بتكلم على حاجة ايوة ما انا بقول لك لا انا أصد انا أصد عشان ما حطكش انت بشكل عام هي فيها قصور عندنا انا بكلم على الاهل والزمالي لا فيها قصور انا أصد انت اللي قلت حاجة مهمة او على موضوع التغزية وانا مش بفهم او في التغزية عشان ما افتيش يعني بس ايضا تتكلم على حاجة بشكل عام للفريق كله هتاكلوا ساعة تسعة وهتشربوا ساعة كذا لكن كل واحد فيهم ليه طريق التغزية لوحده يعني كل واحد قلت تعارف ده كويس تمام 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 فالمرحلة دي التغزية فيها مهمة جدا الاخصيين نفسيين مهمين كملكلام لا لا بالزبط ده فيه قصور عنده ما عندناش الكلام ده في قطاعات الناشئين ممكن نجيب طبيب للقطاع كله اخصائي نفسي للقطاع كله طبيب تغزية واخصائي نفسي هيشتغل على القطاع بشكل كويس جدا هيقدر يعرف ايهاب محتاج ايه في التحليل او يتعمل له فحوصات يعرف التكوين الجسماني بتاعه هيبقى محتاج ايه حتى لما يخش الجيم هيبقى محتاج ايه هيشتغل مع الزه كل واحد مختلف عن التالي بالزبط وده بيتعمل له برنامج معين وده بيتعمل له برنامج مختلف عنده وفيه عضلات قوية وفيه عضلات ضائفة محتاجة فده لأ عندنا قصور كبير جدا فيها لأ انا متفق معاك تماما لكن احنا دلوقتي انا كايهاب مثلا بحاول انا الطبيب النفسي بحاول انا اللي قرب ما يكسب بقى محاولة مع برضو انا معاك اللي فيها قصور لأ انت كشخصية تمام عندك المهارات دي انك تعرف تتعامل مع الاطفال ومع البراعم دول بشكل جيد ودي ميزة مش عايب بس عمرك ابدا ما هتكون زي المتخصص تمام اشكالي اديتك مثل بولادك هاي يقول لك انت وانت بتلعب انا اسف انت وانت بتلعب كنت ساعات لو المدرد ما اشرخكش واشرك واحد تاني بتبقى قاعد متضايق برا جدا ومترفز وانت راجل كبير تمام بقى بالك انت الطفل ده بقى لو قاعد على الدكة شوية خلي بالك ده ده كسور اداري يعني كسور اداري يعني انا بك اتكلم مثلا لو انت في منظومة مثلا معينة او مؤسسة معينة هل اساسها الادارة او سياستك انت كادارة هل انت ديف في تصوراتك مثلا او ده في تخطيطك بمعنى بمعنى ان انا ميزانية المالية مثلا عندي اللي مثلا حطتها للفريق الاول سيه مثلا 10 مليون جنيه صح تمام صح ايه المشكلة انا حطت مثلا تعاقدات مثلا 6 مليون مكافئات مثلا 2 مليون مش عام كذا 10 مليون جنيه تمام انت مثلا توفر 3-4 لعيبة من اللي انت هتتعاقد معهم لفريق الاول ل2-3 مليون جنيه وحطهم تحت يعني اشتغل بيهم تحت مبدأ من البراعم ووفر بقى الاخصائي النفسي ووفر الكلام ده مع ان يعني اجمد قطاع ناشئيين مش تقدر تصرف على 2 مليون جنيه صح طول الموسم كتغزية وكمكافئات حتى تحفزها للولاد كان انت قولنا القطاع الموازي ده هيبقى داعم برضه للقطاع ناشئيين او لقطاع البراعم لكن انت تخطيطك كادارة انت بتستسهل انت بتروح تجيب كل موسم 15 لعيب للفري الاول وناسك طاع الناشئين بقى اللي هو لا انا مش انا كنت بستاني مساء كاتر او انت كنت تقول لي ايه لما اقبسألك على اخصائي نفسي ولا اخصائي داقزية هتقول لي زكاية المدار بياخد 2000 جنيه بس هي برضه احنا ما كانش عندنا اخصائي نفسي معلش برضه يعني طول عمرنا في الكرة مصرية ما كانش عندنا اخصائي نفسي ما كانش عند يعني دلوقتي في دلوقتي مخطط احمال احنا على ايامنا ما كانش فيه مخطط احمال لكن الموهبة كانت موجودة العدل كان موجود الموهبة والعدل كان موجود كنت بتروح وكانش فيه استثمار بالكرة بشكل رهيب بالشكل دا كان فيه موهب حقيقية دلوقتي الموهب بتقل اه الموهب بتقل هتشوف الاجيال لحد 2005 يعني الاجيال في الكرة مختلفة تماما وصعبة جدا لكن يعني التفكير في اخصائي نفسي او اخصائي تغذية ده طبيعي في العالم الدنيا بتتطور الدنيا بتتغير وانا معلش احنا انت كطفل انت كطفل المؤسرات اللي في حياتك مكادش زي ابنك دلوقتي بالضبط المؤسرات والسوشيل ميديا وتكوين الشخصية وخلافه وعقليته هو خلي بالك بيداق في ادق التفاصيل يعني هو دلوقتي عارف لو المدير الفني نهارده كلمه هو بطريقة مختلفة وبعد ثانية او دقيقة راح كلم زميله بطريقة مختلفة تانية وهو هو نفس التصرف خلي بالك يعني ممكن ابني مثلا المدرب هو عمل تصرف المدرب بيكلمه هو بطريقة يلومه يلومه التاني يقول له عادي فالولد يجي يشتكيه لك صح اقول له معلش هو عايزك ممكن يبقى عادي انت متعرفش الكواريس انا مكنش محاضر معي اممكن مسلا يكون بيلوموا المرة دي عشان يكووموا اكتر هو انا كأهاب مينفعش اخلي انا كأهاب مينفعش اخلي الولد ينتصر على المدير الفني مينفعش اخليه رايح شاهد من المدير الفني بتاعه انا ممكن ادايق اخد جواي انا الصدمات واخد كل الانفعالات هو اتعلم معنافسان برا اللي بيحبه ايه ونرجع تاني نقول النقطة ضروري بس هل بقى انت عايفي المشكلة عندنا احنا بعد كل اخفاق بنقعد نتكلم كتير قوي ايوه بنقعد نتكلم كتير قوي ونطلع وكل البرامج وكل المحليين وكل الدنيا بتعطي تكلم هل في حلول لا لا هو في حلول بس ما بتتنفس بس حاش بيحل ما هو ليه ليه مش عايزين نحل خلينا عدينا منحاول لا انا مقصودش طبعا ما احنا لازم عدينا منتكلم ونكرر تاني هو لازم ولازم يكون في حل ولازم يكون في وقفة لان انت دلوقتي عندك بتستعيد لان انت تكون منتخب لألفين وخمسة وألفين وثمانية هتتكرر نفس الغلطة يعني احنا من دلوقتي اهو بنبدأ هل كان فيه في جهاز المنتخب الشباب حد من المدربين اللي كانوا موجودين اشتغل في مرحلة ألفين وثلاثة لمدة موسم أو موسمين أو ثلاثة اللي فاتوا وتابع اللي اللي بادي كلها قبل كده لا صح يبقى في تكوين الجهاز الفني لمنتخب ألفين وخمسة ومنتخب ألفين وثمانية لازم يكون من شرط المدير الفني لازم يكون في الجهاز الفني حد اشتغل في المرحلة العمرية دي عشان يكون عارف مين ده وشافه بقاله موسم واثنين وثلاثة ويكون على الدراجة كاملة بيه وعارف لازم ايهاب عارف كمان ايه ان انت تتابع المسابقات دي بنفسك بنفسك كنوادي كندي في اللي احنا تكلمنا فيه هل فيه بيع الكتاء الاساسماري او فيه اكتشاف للمواهب على مدار الاندية مصر كلها دي الرقابة اللي انت لازم دلوقتي انت بتخطط ان انت تحط تحط منتخب ألفين وخمسة مثلا أو ألفين وثمانية خلاص تابع المسابقات كلها تابع الاندية اللي انت عايز تاخد منها انت كمسؤول عن الرياضة في مصر من كل الاندية ما حتيتين يقول لي انا نادي خاصة او نادي عام بس هو دا ما هي دي بقى يعني مثلا ما يجيش يقول ما لكش دوابية ولا هلي يقول انا نادي عام يعني في الا وفي الاول واخر انا عايز استفيد منكم كلكم احنا بنتكلم احنا بنتكلم ليل اللي جاي صح احنا خلاص احنا فات كتير صح ولازم لازم تحط ايدك على المشكلة عشان تقدر المشكلة كمان في البراعم ممكن عادل هيتفق معي فيها نظام المسابقة نظام المسابقات اللي هو بيتأسس بقى في مرحوات البرائم بتلاقي نتائج 13-02 فيش استفادة ليه لان دلوقتي الاكاديمية الخاصة اللي هي بره بقى خالص وما لهاش علاقة بالاندية بتروح تشتري مثلا بتروح تشتري نادي طبعا بتروح تشتري نادي ايا كان اسم النادي ويروح داخل لعب مع نادي كبير اه مرادل كابتن احمد اه اه ما انا بقولك يبقى انت تنظام المسابقة بشكل كويس تحط مثلا في القاهرة لا في القاهرة عادي اعمل دوري اكاديميات اعمل دوري اكاديميات والاندية الاندية التانية لو حتى هعمل بتنشر فرق لو عندي اتنشر نادي من غير استثماري من غير دفاع فلوس هعمل بيهم اندية اعمل بيهم مجموعة واحدة وعمل بيهم دوري قوي افيد للولد من اللي هو يلعب اندية محترام الكامل لها ومستويات اقل دي بتقلل من مستويات ما بتعلش من صح لسه مكملين هذا الحوار الممتع والمسمر مع الكاباتن الكبار كابتن احمد عادل كابتن اهاب المصري بعد هذا الفاصل نواصل خليكم يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى ايسا مشارفة امبنوان الكاباتن الكبار كابتن احمد عادل كابتن اهاب المصري نروح بقى للاهلي وزا مالك وافرك يا ما رأيك فيما يقدمه النادي الاهلي افريقيا في هذه البطولة شايف ان الامور اتصعبت بالنسبة النادي الاهلي وشايف النادي الاهلي لسه في الجامل بس يا بعد النتيجة الاخيرة امام كان امال النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي او كل محبين النادي الاهلي ان النتيجة تبقى افضل من كده تكسب لكن ده مهم ده مهم جدا انت تكسب وكان في ايدك ان انت تكسب لكن هنقول مثلا ان انا وجهة نظر إن في بعض الأخطاء من الراجل في حيث تنظيم الدفاعي ويمكن حصلت في أكتر من مباراة وحتى في كاس عالم الأندية إن كان في بعض الأخطاء الدفاعية كان مهم جدا ممكن لكسر الوقت من مباراة المباراة مثلا إن أنت ترجع وهترجع على مباراة الهلال في السودان زائد إن أنت عملية الإجهاد عن نادي الأهلي طول الفترة الأخيرة على مدار الشهر مثلا لعب حوالي بتتكلم في شهر في فترة كاس عالم الأندية 4 مباراة قبل ما يسافر لعب مبارتين الزمالك واسموحة وبعد كاس عالم الأندية بتتكلم إن هو لعب 3 مباراة مثلا إن ضمنهم الهلال وبعد ما رجع لكن للأسف أنت عارف برضو إن الراجل ودائما ده مش محبة في نادي الأهلي أو ما يفضلش في نادي الأهلي أنت تتخير في التشكيل كتير ده مهم جدا زائد إن أنت بيكون عندك مفتيح لعب ده اللي أنا بتتكلم عليه دائما داخل نادي الأهلي لازم تبقى في حالتها لو ما يبقيتش في حالتها الأداء الجماعية هيتأثر وكان من أهموم طبعا عبدالقادر عبدالقادر وسواء من أفشا أن أنت هنا ما ينفعش تبقى مفتاح لعب المهم مع النادي الأهلي وأداءك مثلا في المباراة بقى 100% والمباراة الثانية يبقى 0% ما عندكش حتى وسط أنا بشوف إن بعض مفاتيح اللعب اللي في النادي الأهلي أو الفترة الأخيرة لما أداءها بيبقى مثلا مش كويس أو مش في حالته بيأثر على الأداء الجماعي زائد إن الراجل بيلعب ببيرسي تاو فروت صريح ما إن إنت عندك محمد شريف وإنت جربت في أكتر من براه أنا بشوف إن إنت هنا بتظلم اللعب ممكن بقى روح للمواجب دي لكابتن هام طبعا هايزة روح لوا في حتة أكمل الحوار دوت مع الكابتن هام حمد شريف تجرب شادي حسيني تجرب بيرسي تاو تجرب حتى برونو سافيو تجرب في هذا المكة تهربة طبعا بتعندك خمس لعبين ولا واحد فيهم بيحافظ على مكانه الأساسي في هجوم النادي الأهلي دي لهم على مدرب ولا لهم على اللاعب نفسه اللي مش عارف يمسك في مركزه هتديك مثال سريع حسين حسين النهاردة تلت أهداف النهاردة شارك جاب اتنين وعمل التالي ليه؟ حسين لعب ما استغلش الفرصة في نادي الأهلي كان عليه كسور كان عنده مشاكل لكن هنا في صبر عليه النادي الأهلي بس هو حسين حسين من أول ماتش رجع فيه مع اسموحة تقلق من غير صبر هو أول ملعب ممكن يكون لعب نفسه مش مستحمل ضغوط الأهلي مش مستحمل الضغوط هتنالك بس الاستمرارية المهاجم مطالب اللي هو ياخد ماتش واثنين وثلاثة وقدر أقيمه مش من مباراة ممكن في مباراة ما يكون حالة الفريق حالة اللي أحمد بيكلم فيه عبدالقادل حسين الشحات الدولة كلهم مش فائيين في اللقاء علي معلو طيب أنا هكايم المهاجم إزاي؟ طيب أنا هكايم المهاجم إزاي؟ طيب أنت مش ممكن تكايم المهاجم وأنت مدرب تعرف إن المهاجم دوت كويس وعمل أدواره كلها وهيجي منه الآتاء ديف ولا أنت مش هتبقى حاسس أدوار المهاجم بالنسبة لي التحرك إزاي؟ بيخلق مساحات لزميله بيخلق فرص لزميله وبيهد الفرص اللي بتسطح لي من ثلاثة أربعة فرص هيجيب كم هدف ده التقييم بتاعي لكن في مباراة واثنين وثلاثة لما بدأ شادي حسين بداية الموسم شادي اشتغل كويس مباراة الإسماعيلي وشفنا الجدية عليه وشفنا يعني الجمهور النادي إليها توسم فيه الخير شادي بعد إيها بدأ إيه؟ يعني لعب مباراة محرص هدف استوه بعيد لفترة وبعد كده دخل محمد شريف موفقش راح استوه بعيد على طول ودخل برسيتاو ماينفعش لازم أصبر لازم أدي له فرصة واثنين وثلاثة وبعد كده أقدر أقايم بعد ثلاثة أربع مباراة هقدر أخد تقييم كامل وشامل على المهاجم ده لقيته مفيش أي تحرك مفيش أي تقدم في مستوى التحرك بيخلق لنفسه فرص ولا لا استغلاله وتعامله مع الفرص بشكل كويس ولا لا ده كله لازم يقايمه بعد ثلاثة أربع مباراة ممكن مهاجم ومهاجم الأهل والزمانك عمتا أنا بشوفه من نص فرصة بس هو ده بيحصل في الأهل من نص فرصة؟ ما بقاش دلوقتي ما بقاش دلوقتي للأسف لأنه زي ما قلتلك فيه تصريح تلع في الأول لما قال أنا ما عنديش مهاجمين أنا محتاج مهاجم قبل يناير قال الكلام ده التصريح ده نفسيا ممكن يؤثر على أي حد بس على فكرة أنا رحت سألت في الناديك وسألت في تفاصيل يعني وكان رأي زي رأيك تمام أنه إنت لو ما تقولي أنا ما عنديش مهاجم أو ما عنديش مهاجم أقدر أعتمد عليه محرف التصريح؟ لا هو قاله فعلا بس هو كان يقصد حاجة معينة أنه اللاعبين اللي بلعبوا في هجوم النادي الأهلي كلهم مش مركزهم الأصل مهاجم كلهم جناحات فهو كان يقصد أن هو عايز بقى المهاجم الكامل للمواصفات مهاجم تسعة عايز مهاجم تسعة تسعة مش اللي هو بدل ما أنا موظف جناحات وموظف واحد صانع على العب اللاعب ومهاجم هو عايز مهاجم بس هو مش تقليلا فيه يبقى كان هو كممكن يوصله بالمعنى الحرفي ده أو هو وصل للناس أو للإعلام وطلق للجمهور كله بالشكل ده فده يبقى أنت معندكش مهاجمين يبقى شريف الراجل الهدف الدوري والراجل اللي كان عامل موسم ولا أروع لكن شريف دلوقتي بنلاقيه نفسيا شريف نفسيا بس شريف من الموسم اللي فات من قبل ما ييجي مارسي الكورر هو مستوى أنا بنوجه بالنظر من بعد قصة كيروش شريف مش قادر يرجع نفسيا تاني مش قادر يرجع للمستوى الحالة الزهنية بتاعته بعيدة جدا لكن لازم الصبر شادي حسين احنا شوفنا شادي حسين مع سيراميكا خلي بالك ده عنده استمرارية بقى شادي مش من اللعبة بتاعت الموسم والموسمين ممكن انا اتكلمت معاك قبل كده اللي احنا عندي رأي في مصر مشكلة المهاجم اللي بيلعب مطشين ثلاثة وبيجيب جنين ثلاثة يقولك لازم يلعب أهلي الزمالك ولازم يروح منتخب مصر لا الاستمرارية شادي كان عنده الاستمرارية شادي عنده شخصية او عنده شخصية النادي الاهل ويقدر يلعب من الاهل بس محتاج فرصة والصبر عليه الزمالك بقى من ناحية تانية هل هي الزمالك او هسألك السؤال بسواة تانية يعني مش هقولك حزوزه بس ليه الزمالك الموسم الماضي مش هو الزمالك الموسم الحالي وببساطة شديدة بتصبه في الادارة في الادارة بشكل عام واستقرار الفرقة المشاكل اتعرض لها نادي الزمالك نحس القيد وان هو يقدر يستكتب بعض اللعبة ان هي تضيف لسكواد الفريق بس الزمالك كان في ظروف اسوأ من دي بكتير الموسم الماضي باقاف قيد وراحيل اللاعبين وعمل اداء رائع جدا تمام من زائد ما انا لسه هكمل كابتن وثمن به والله حصل ان هو مشي اعتراضا على موقفه مع الراجل وبعد كده بيمشي الراجل بترجع كابتن قسامان ابيه تاني تمام وبيرجع مستر فريرا تاني يبقى الحلعل ما هو عليه فانت عملت ليه كل ده وده مليار في الماء شاتت اللعيبة انا مش فاهم مين كابتن قسامان يبيه مكمل مش مكمل زائد انا مع احترامي للسكواد او مجموعة اللعيبة لداخل نادي الزمالك مش زي من سنتين او من ثلاث سنين لما خده دوري وخده كاس مش ده الاسكواد محترامي اللعيبة دي مش ده اللي يجيب لك بطولة الاستقرار الاداري هو اللي يجيب لك بطولة توفير كل سبق الامكانيات البطولة عشان كده ممكن سياسة ادارة النادي الاهلي بتختلف بشكل كبير جدا على ادارة نادي الزمالك حتة الاستقرار اداري ان انت موفر المدير الفني كل سبق الامكانيات البطولة احتياجاته ايه هتلاقي احتياجات النادي الاهلي ممكن في بعض المراكز اتنين تلاتة على مدار تلاتة اربعة سنين عشان كده يحسب لمستر فيريرا برضو عشان ما نقولش الراجل كلها سلبيات انه هو ادى دافع بشكل كبير جدا لبعض اللاعبات الصغيرة وهيو يوسف اسامنا بيه سيف جعفر نيمار سيد نيمار بعض اللاعبات اضافة اضافة النادي الزمالك لكن عايزة وقت لحد ما تجيب لك بطولة انا انا بشوف ان كل المشاكل اللي اتعرض ليها النادي الزمالك وخصوصا ده ظهر في بطولة افريقيا او في ماتشاط افريقيا المشاكل اتعرض لها اداريا ورحيل الراجل وارجوع حصل تزبزب اكيد في الاداء الزمالك بيعاني من نفس المشكلة اللي عند الاهلي وان كان النادي الاهلي يصنع الكثير من الفرص حتى يسجل فرص الزمالك قليلة وجودة المهاجمين قليلة مفيش معنمي هو مؤتمد على سيف الجزيرة ومستوى مش افضل حاجة في موسم ده فانت معندكش حتى بديل لسيف الجزيرة على الدك دلوقتي في ناصر منزي ناصر لسه هيخش واعتقد ناصر كمهاجم من المهاجمين المميزين جدا امكان انا استغربت كمان في احتياجة شديد للبنك الاهلي لمهاجم زي ناصر اللي هو يستغنى عنه لكن هو اضافة قوي جدا اللي خط هجوم نايز زمالك لكن هل هو اللي هيقدر يشيل نايز زمالك وهيكون مطالب بكل ماتش خلي بالك هي دي بقى الضغوط اللي هيقدر يستحملها ولا لا هيكون مطالب كل مباراة ان هو يحرس اهداف يكون متقلق يكون نجم الفرقة ان الجهور بيعول عليه بشكل كبير جدا ويعني مركز ناقص يعني ان تخش عايزينك تسجل هاتر بكل ماتش هل ظروف نادي الزمالك دلوقتي دي بقى المشكلة على عكس بين الاهلي والزمالك مروان عطيها دخل في ظروف في النادي الاهلي فنيا افضل في استقرار فني وإدارة في النادي الاهلي المجموعة اللي العيبة اللي في النادي الاهلي الفترة اللي فاتت كان فيه يعني اداء فني جيد فالمروان دخل يعني هو كمان شخصته يعني عنده شخصات قوي جدا في الملعب فقدر يتقلق العكس في نادي الزمالك انت دلوقتي الحالة الفنية لللاعبين او لمستوي نادي الزمالك مش في افضل حالتها الفنية فهل ده هيساعد للناصر منسي او بالحاج او شبانة هيقدروا هم اللي يشيلوا الفرقة بمساعدة زمالهم القدامى طبعا هيقدروا يشيل الفرقة ولا الضغوط والشد والمشاكل اللي فيها نادي الزمالك دي هتأثر على اللاعبين وهتأثر كمان وهياخدوا اللعبة دي والمستوى هينزل اكتر فده هتبقى صعبة جدا لكن نادي الزمالك انا بشوف المشاكل عنده مشاكل ادارية طبعا لكن عنده كان عنده مشاكل فنية الفترة اللي فاتت ابتعاد الرجل عن الشكل اللي بدأ بيه الموسم اللي فات او الموسم اللي من ساعة ما جيه هو لما جيه خسر من الترجي وخسر في الدوري المصري لما كان عنده مشاكل كبيرة جدا في اختراقات خط دهر نادي الزمالك في الدفاعات لاب اربعة لكن بعد كده غيروا لاب تلاتة قدر ياخد بطولات تغيير او تغيير اسلوب لاب نادي الزمالك من مبارات اسوان واقعوا كتير جدا خد منه على المستوى الفني والتكتيج داخل الملعب بشكل كبير جدا نادي الزمالك اتأثر من ناحية فنية داخل الملعب ابتعاد زيزو برضو خلي بالك لان زيزو على فترات بدأ الموسم ده مش هو زيزو اه مع ارقامه قويسة في الناحية التهديفية لكن زيزو كان اداء الفني الموسم الفات اقوى من كده بكتير جدا ابتعاد حسام عبد المجيد وسيد عبدالنمار سيد عبدالنمار بالاخص وصيف فاروق جعفر ومحمد طريق دي العناصر اللي ساعدت الراجل للموسم الفات احنا شفنا استنادي لما استعام بالصفقات اللي هي من وجهة نظري مش على مستوى النادي الزمالك لان نادي الزمالك كان يستحق بصفقات او كارتي اعلى من كده حتى مزاكرية الورد يميشي مش هما ساسي وبين شرقي نادي الزمالك كان دايما مختلف في النقطة دي عن نادي الاهلي كان عنده دايما محترفين بقدر يجيب اللعيبة المحترفة اللي عندها اللمسة الجمالية واللمسة الفنية عالية جدا ده مش شايفينه دلوقتي في نادي الزمالك مفيش اي تأثير ايجابي للمحترفين اللي عنده وده ما عملوش اي اضافة فبالضبط كابتن ايهاب انت شرفت ونورت الحوار معك رائعة جدا ده الحوار معك رائعة جدا شكرا جزيلا ده كان اللي كان مع الكبات الكبار كابتن احمد عادل كابتن ايهاب المصري احنا لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل حسام زايد ومحمد مطوع عنهم كواليس كثيرة جدا يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى شرفني ونورني في هذه الفقرة الاسد حسام زايد ومحمد مطوع معهم كثير كثير من الكواليس المهمة النهاردة حسام مشرف ونور الدنيا اهلا بك يا كريم مبسوط ان انا معك كالعادة ومع محمد مطوع حبيبي مطوع انا مبسوط جدا ان انت معي الاول مرة نهاردة شرف كبير لاي انا كمان كعادة هذه الفقرة ما في يدي هذا ليست اسئلتي ولكنها عنوين الاسدزة عنوين صحفية للاسدزة هسألهم العنوان او هقول لهم العنوان وقول لحضراتكم وهم يقولوا لنا تفاصيل هذه العنوين الصحفية بينكو سوين كده المسيرة والقوية والساخنة والمهمة وتفاصيل كثيرة يعني عشان لما قعدت اقلب فيهم قبل ما نخش على الهوى لديت حاجات شكلها مهمة جدا بس نبدأ على هذه يلا بينا برضو يعني يلا بينا كواليس الاجتماع الطارق لمجلس ادارة اتحاد الكرة تمام هو اجتماع ومش اجتماع طبعا مبرح بعد خروج منتخب الشباب من كأس الامر الافريقية اللي في مصر طبعا منتخبنا تهزم من السنغال 4 صفر قبلها تهزم من ناجرية 1 صفر وتعادل في اول مبرارة مع موزنبيق اتحاد الكرة عمل بيان رسمية قال فيه انه فيه اجتماع طارق في اليوم التالي الساعة 12 الظهر كلنا انتظرنا نشوف نتيجة الاجتماع ايه اللي حصل من خلال مصادرنا عرفنا انه هو مكانش اجتماع طارق هو مش اجتماع رسمي كان قاعدة لمجلس الادارة غاب عنها تلات اعضاء كابتن محمد بركات والاستاذ محمد ابو الوفا والدكتورة دينا الرفاعي مكانوش موجودين الكلام كان على اللي جاي معيير اختيار الاجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية خاصة منتخبات الناشئين والشباب لانه هم المفروض فيه منتخبين هيتشكلوا خلال الفترة القادمة وتحط بعض الخطوط العريضة للاختيار اهمها انه يكون المدرب حاصل على رخصة تدريبية عالية وانه يكون لعب للمنتخبات الوطنية على المستوى المنتخب الاول ويفضل لو كان من ضمن المنتخبات اللي حققت انجازات بالفعل مع المنتخب الوطني ده طبعا بسبب الامور الفنية وايضا امور اخرى خاصة بموضوع الوازع الوطني عند اللعيبة انه مثلا بعد مباراة موزنبيق الجهاز الفني او مجلس الادارة فوجئ ان اللعيبة واخد الموضوع عادي جدا البعض بيتحك ما فيش اي مشكلة الكلام في امور بعيد خالص عن كرة القدم فده كان مهم انه المرحلة السنية دي محتاجة حد كمان يشتغل على الناحية النفسية على ناحية الانتماء للمنتخب على ناحية انك تحس بالمسئولية فده كان مهم جدا كمان فيه لعيبة خانئة ولعيبة زهلة ولعيبة ديئة ولعيبة نرفيزة ولعيبة اساءة للأسف كان فيه خروج عن النص فيه امور كتير جدا داخل المنتخب وده اللي خلى فعلا فيه كلام على انك ازاي تختار جهاز فني يكون مسيطر وملم بكل الامور داخل الملعب وكمان خارج الملعب عظيم جدا نروح للاستاذ مطاوع مطاوع والله هيبقى خطير النهارد عشان الان منه النهارد عنوان للأستاذ مطاوع تدريبات فريرة أزمة في الزمالك واللاعبين تائهين في الملعب نعم هل عايزين الامور تتحسن في الزمالك؟ يعني نتمنى ان الامور تتحسن في الزمالك أكيد بس الامور داخل قطاع القرى ليست على افضل حال داخل نادي الزمالك خلينا اتكلم ان لعيبة الزمالك تيهين في الملعب حرفيا ممكن شوفنا ده في مطش الترجي الأخير اللعيبة مفيش أي تعليمات بتمركزات داخل الملعب فريرة الفترة الأخيرة كلها كريم تدريباته عبارة عن الإطالات والإحمقات اللي بتبدأ في الأول وبعد كده تقسيمها بدون أي تدريبات فنية وده مخلي اللعيبة في حالة غضب شديدة يعني طب إيه اللي هننزل نعمله في الملعب إيه اللي هننفزه مفيش إراية للمنافس قبل أي مباراة إيه التكلفات اللي هنعملها كل الأمور ديت يعني حتى المحليني الأداء بيدولوا تقارير ولكن فريرة يعني بعيد تماما مع الزمالك في الفترة دي ويعني خلينا نسبق بالأحداث شوية ونقول إن فريرة قد تكون مباراة الترجي يوم سبعة ثلاثة هي المباراة الأخيرة لفريرة مع الزمالك ولكن في حالة اتخاذ القرار بمعنى إيه؟ في حالة اتخاذ القرار يعني إيه؟ بمعنى إيه؟ وإحنا رجعين في الطيارة مباراة بدأ الكلام كنا مع الزمالك كنا مع الزمالك في بعثة تونس في المساحة المسافرين تونس فإحنا رجعين بدأ الكلام بشكل جدي جدا عن انتهاء عهد فريرة مع الزمالك في حالة غضب من اللعيبة وفي حالة غضب من مسؤولين داخل النادي عن مستوى الزمالك وتراجع المستمر وإن بعد ثلاث جوالات مش قادر يعني بإخلاف إنك مخدش غير نقطة واحدة مش قادر تجيب جون واحد حتى الآن بلأ كبير بالنسبة للناس وفريرة بقت كل تصرحاته عبارة عن مسكنات مفيش اي امور جدية ان يقدر يتكلم فيها فبدأ الكلام والنهاردة في الاجتماع اللي كان من دقايق يعني بدأ الكلام اجتماع مجلس الادارة عن رحيل فريرة ولكن انتظارا لمباراة تراجع تونس اطرحت فكرة رحيل فريرة اطرحت اطرحت بقوة جدا وشايفين ان الامور صعبة وفي حالة ان الزمالك اتغلب او اي نتيجة سلبية يوم سبعة ثلاثة فده معنا ان الزمالك خرج من دور ابطال افريقيا الزمالك في الدور المحلي بيعاني بشدة في المركز الخامس ممكن يساك سؤال فريرة لما اقدرت النادي خلت قرار برحيله ثم عودته مرة اخرى ما اتكلم في اليوم تمام ليه رجع تاني عشان ما كانش فيه فلوس ندفع الشرط الجزائي ودلوقتي مفيش فلوس برضك تدفع الشرط الجزائي ما هو ده بقى دي نقطة اللي هما بيتكلموا فيها واللي مش عارفين يوصلوا على الحال هل هيبقى فيه اتفاقات مع الراجل انك تقدر نستنى نقصت لك المبالغ كل الامور دي كان فيها كلام ولكن طبعا كان كلام الامور الادارية وتسيير امور النادي في حاجات تانية يعني اكتر خاصة ان الزمالك عنده لقطة مش مش قادرين يحلال حد الوقتي ان الزمالك كان يتقدم بطلب لنقل مباراته من برج العرب للقاهرة او ملعب الدفاع الجوي وحصل على الموافقات من مسئولي بيرامدز لاقامة المباراته في ملعب الدفاع الجوي فالناس عايزة يعني تبقى فيه تواصل عشان يقدروا يقدموا خطابات لاتحاد القورة او الشركة المسئولة في الكاف لكن ما فيش اي تواصل فده دايما كان النقطة الاهم في الاخر الاجتماع النادي الزمالك النهاردة ان احنا نحاول ننقل المباراة عشان يبقى فيه جمهور يقدروا يروح ونعمل دعم زي اللي كان موجود من جانب جماهير التراجي في المباراة لو الزمالك لقى في اي مكان في مصر الجميلة هتروح بالمباراة دينا تصور هما بيحاولوا يسهلوا الامور شوي على الجمهور يعني هتبقى البنية موجودة نروح له الاستاذ حسام زايد ومعه ايضا عنوان هو ليه الله كبرده بنادي الزمالك سر اجتماع الوزير مع عمر الجنيني وزير الشباب ورياضة مع عمر الجنيني رئيس اللجنة الخماسية السابق طبعا نهاردة كان فيه اجتماع بين الوزير دكتور اشرف صبحي في مقر الوزارة مع الاستاذ عمر الجنيني رئيس اللجنة الخماسية السابق وكمان كان فيه يعني اشخاص اخرين ايضا في هذا الاجتماع لهم علاقة بكرة الكدم ورياضة بالزبط وشركات استثمارية يعني وحاجات كتير البعض ربط ما بين ده ونادي الزمالك ولكن انا بقول لك الموضوع ملوش علاقة على الاطلاق بنادي الزمالك ولا اتحاد الكرة فيما يخص ناحية الادارية لكن ليه ارتباط باتحاد الكرة فيما يخص المنتخبات الوطنية الموضوع انه ده بحث لانشاء صندوق خاص بدعم المنتخبات الوطنية احنا عندنا فيه حاجة اسمها صندوق دعم الرياضة بيرقاسه الاستاذ محمد الاتريبي وموجود فيه الاستاذ عمر الجنيني عضو في مجلس الادارة فالنهاردة كان الكلام على انشاء صندوق اخر خاص بدعم المنتخبات الوطنية في الناشئين والشباب ده هيكون دوره بالتنصيق مع اتحاد الكرة علشان يبقى فيه زي معسكرات يبقى فيه خبراء اجانب موجودين يبقى فيه حاجات كتير جدا لكن نتمنى انه الكلام على ارض الواقع يكون فيه حاجات ملموسة تتنفذ ده موقف عظيم من وزير الشباب الرياضة لو ده الكواليس فعلا موقف رائع جدا من السادة اللي كانوا موجودين في الاجتماع دوت ان احنا اخد خطوات فعلا ان احنا نشوف ازا ندعم المنتخبات دي عشان المنتخبات ديت مش بتاخد الدعم الكافت من الكلمة تحديدة على منتخبات الشباب وانا شوفكا لسه معايا كابتر احمد عادي وكابتر احمد مصري حتى على مستوى قطاعات الناشئين في الاندية ما بياخدوش الدعم المناسب دايما للدعم المناسب يعمل الفرق الاولى في الاندية يعمل المنتخب الاول الباقي كله مبقاش دعم اول بس انا ابتسامتك هانت على ايه هو اتحاد الكورة مش المفروض بيخشره فلوس وبيخشره ارقام كبيرة ومفروض اتحاد الكورة دي اتحاد الكورة مصري دي اتحاد الكورة ليه في ازمة في اتحاد الكورة في الامور الملائة ما بفهمش يعني اتحاد الكورة عنده ازمة ملائة دي حقيقة لغاية دلوقتي فعلا اتحاد الكورة عنده مشكلة بدليل انه حتى يعني كان سبب من اسباب التعاقد مع الكابتن ايهاب جلال والسبب المعلن كان انه ما عندناش فلوس نجيب مدرب اجنبي دلوقتي بعد القصة اللي حصلت دي وموضوع الكابتن ايهاب جلال الوزارة دخلت تدخلت في الموضوع مع الشركات الرعية للتحاد الكورة أنه يبقى فيه مساهمة بشكل أو بآخر سواء عن طريق معلنين أو عن طريق رعاة لتمويل راتب المدير الفني وأيضا الخبير الأجنبي الخاص بالتحكيم وده اللي حصل خلال الشهور الماضية لكن على مستوى إدارة الملفات الأخرى كنا منتظرين أنه يكون فيه إدارة أيضا لملفات خاصة بالتسويق أو بخلافه لكن لغاية دلوقتي ما فيه أي حاجة خاصة أنا ما فهمش لأنه فعلا زي ما قلت كريم فعلا أنه على مدار السنين اللي فاتت ما كانش فيه أي مشكلة خاصة بملف كرة الاتحاد الكورة حتى أن الاتحادات كلها كانت بتبعت للوزارة لوزارة الرياضة أن الخطة بتاعتها لدعم المنتخبات اللي هتشارك في دورة العابة الأولمبية باستثناء الاتحاد الكورة كان بيتحمل تكلفة دعم المنتخب الأولمبي يعني أنه أكتر اتحاد يبقى غاني وعنده فلوس في البلد كلها اتحاد الكورة القدم دي أكتر لعبة بالمفروض تدخل فلوس صحيح وأنا بصراحة يعني مش المفروض الاتحاد الكورة يبقى يبحث دائما عن دعم وزارة الشاورة يوضب وزارة الشاورة دي عندها ألعاب كثيرة واتحادات كثيرة هي اللي فعليا محتاجة دعم لكي احنا كل شوية ننمي على وزارة الشاورة لو سمحتوا النبي يدعمونا يدعمونا تتحاد كورة القدم ده أنتم مفروض تدعمونا طبعا طيب نروح للأستاذ متوع جلسات شيكابالا ومحمد عبد الشافي في الطيارة أثناء العودة من المواجهة الماضية للزمالك أمام الترجي وخلينا برضو نربط بيها أيضا عنوان آخر محمد صبحي كان قريب من المشاركة ولكن فريرة تعنت وأثار لمحمد عوات في مبراطة الترجي طيب ناخد من الجزء الثاني بتاعة محمد صبحي الجهاز المعاون لمصر فريرة كان عنده وجهة نظر وقالها لفريرة وقاله أن محمد صبحي يكون أفضل في المشاركة في مبراطة الترجي فلما سألهم ليه السبب أو ليه ترشيحه ده قالوا له أن فريق الترجي من الفرق اللي بتمتلك دفاع قوى بالذات في الكورات العرضية بيطلعوا قدام عنده المدافعين بطاعة أطوال فبيقدروا في الكورات العرضية يكونوا خطورة بالذات يعني لو فيه كورنر مش عارفه الحاجات دي بيكونوا فيها مصدر قوى وخطورة غير أن هم عندهم مهاجمين بيقدروا يتعاملوا معاه ومحمد صبحي بيتميز عن عواد في النقطة دي أنه بيقدر يطلع العرضيات يعني عواد دايما بيفضل يعني بيفضل تحت العرضة ويتحرق بالشكل ده فقالوا له أنه يعني محمد صبحي يكون أفضل في الحتة دي يقدر يشارك به فهو في الأول قال لهم خلاص ماشي دي وجهة نظرنا يعني هدرسهو لكن فجأه في المحاضرة الأخيرة اللي هي في إعلان التشكيل أنه بيعلن أن محمد عواد هو حرس مرمى الزمالي حتى هما كانوا عاديين في المحاضرة مستغربين ورفضوا يعلىه قال لأنه خلاص فاضل دقايق وهيروحوا لملعب المباراة وخلاص هو المدير الفني اختار اللي هو عايزه في الآخر بالنسبة للجلسات بتاعت محمد عبد الشافي وشيكبالة يعني كان في حالة غضب شديدة بعد الخسارة وزي ما قلنا في أول سؤال خالص كريم أن اللعيبة يعني مش حاسين بأي تطور فني بالنسبة لهم وشايفين أن هما بيخسروا وكل مرة بياخدوا هما الانتقادات بشكل كامل ومحدش بيجي ناحية المدير الفني اللي هو البرتغالي مستر فرير فكان شيكبالة وعب شافي من نقطة دي بيتكلموا معهم أن احنا عايزين نفس الأمور دي خلينا نركز نشوف اللي نقدر نعمله حتى لو فيه انتقادات من الجمهور في الفترة دي نتحملها عندنا ماتش برامد زي يوم من الجمعة الجاية نحاول نطلع منه يكون هو المكسب اللي يدينا ثقة نقدر نسترد بثقاتنا في ماتش كبير زي ده لعبت الزمالك حاسين أنه ما فيش أي ثقة بالنسبة لهم وبيعني زي بيقولوا بيتعلقوا في أي مباراة ياخدوا منها ثقة تقدر تعاوضهم الفترة الجاية طيب عايز سألك سؤال ليه علاق بكورة اليد وسأقبل ما نروح لكورة اليد أختم الأول كورة القضب آه تمام كلام حمزة المسلوسي عن اللاعبين وسير غضبه بعد انتهاء مباراة التراجي طيب خلينا نتفع أن حمزة المسلوسي كان يعتبر أفضل لعب للزمالك في هذه المباراة والراجل حتى جابه من ناحية اليمين لناحية الشمال وساعة ما جابه جي الهدف الثاني أنا كان يعني جامعتني جلسة معاه أبو معنا صح وإحنا طالعين بعد المباراة في الفندو طالعين في الأسانسير كلمت معاه في النقطة دي وكان غضبا جدا فهو بيقول لي بيقول لي ما منفعش لعيب في نادي الزمالك ينزل الملعب خايف حتى لو في أجواء جماهرية زي دي وهو مش بيلع قال لي أنت الزمالك المفروض تنزل بتلعب بقلب بتلعب بقوة فأنا بقول له أنت الكرة الوحيدة اللي سيبت حمد الهوني فيها عد قال لي لأنه هو خاف أنا بلعب عليه بقوة فهو خاف قال لي لعيب الزمالك لازم ينزل عنده قلب فبقول له بس إحنا ما كناش حلوين قال لي وهم ما كنوش حلوين فلما أنت وحش ولو قدامك وحش قال لي ما تطلعش بقصارة في مباراة زي دي قال لي قال لي لكن لعيب الزمالك يعني عدد كبير منهم مهربش قال لي أن لعيب الزمالك يتنزل خايفة في المطش آآ آآ لعيبة كتير خايفة في المباراة ومش عارف ليه يعني قال لي ليه 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 ما نلعبش بقوة ليه ما نتخشش على كل قرى بقوة وده اللي بان منه حتى جمهور التراجي بأيزهم عليه في كل قرى يعملها فقال لي ليه ليه أنزل خايف مطش زي ده مهم جدا أنزل على آخر ما فيها وطلع كل فيها قال لي مباراة زي دي حتى هو قال لي المستلحة كده قال لي إحنا كان نفسنا ناخد الثقة من المباراة زي دي كانت هتفرق معنا في القائل العودة وكانت هتفرق معنا في المطشات اللي جاي صح طيب وسم آخر حاجة فيما يخص منتخب مصر الكرة اليد رحل المدير الفني ونحن في انتظار مدير فني جديد من المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الكرة اليد يعني بنسبة 99% هو مدير فني أسباني اسمه خوان باستوري ده بيتولى حاليا تدريب فريق في المجر اسمه بيجد زيجد في المجر المدرب ده هو أستاذ باروندو هو أستاذ ديفيد ديفيز المدير الفني الحالي نادي الأهل والذي كان بيتولى قبل كده تدريب منتخب مصر كان فيه اجتماع مجلس دارة مبارح في الاتحاد اليد وبنسبة كبيرة خلاص هو ده المدير الفني ولكن في انتظار الحصول على بعض الموافقات الخاصة بالدعم المالي اللي هيكون خاص براتب هذا المدرب ويعني بنسبة كبيرة مش هيلحق التجمع اللي هيكون في شهر مارس وهيبدأ من شهر أربعة يتولى تدريب منتخب مصر إن شاء الله مدير فني عنده سيفي قوي جدا وإن شاء الله يكون بقدر أحلام وطموحات كرة اليد المصر بس تعالى عنوان من عنوين مطوعة نستنى شوية الوقت كمان الصفقات الجديدة لنادي زمالك لشاركة في مبارات التراجي كان فيه كلام إنه هم ممكن ما يشاركوش أصلا في هذه المواجهة اللي خلى الموقف يتغير واشترك اتنين لعبين أحمد بالحاجوة ناص المنسي في هذه المواجهة في الوقت أو الشوت التاني تمام خلينا نتفع إن أصلا البرتغال في ريرا كانوا ياخد قرار إن لو اللعيبة تأيدت أو فيه وعد حتى بالقيد لحد قبل يوم الصفر يوم الخميس هيخدهم معاه ولكن مش هيشاركوه وده اللي قاله حتى لنا في المؤتمر الصحفي لما وجهت له سؤال عن اللعيبة الجداد وإمكانية مشاركتهم قال لي هم لعيبة مميزين وكل حاجة بس إمكانية دخولهم في التشكيل الأساسي صعبة جدا جدا لخاصة أنه عندي لعيبة جاهزين ودول لسه منضمين وكانت فيه أمور كتيرة بالنسبة لهم واخد كل تفكيرهم ما يقدروش يشاركو فيها فده قلنا انتهينا في المؤتمر الصحفي وانتهينا بالمباراة أحمد بالحاج بيلعب ناصر منسي أحمد بالحاج تحديدا يعني هو معجب بأحمد بالحاج وشايفه إمكانيات لعب أوروبي ودماغه ودماغه كويسة في القرى وملتزم تكتيكيا وفنيا بالنسبة له فهو كان حط ورقة ربحة ولكن يعني يجي المستوى اللي يقدمه عمري السيسي في نص الملعب وشايف أنه نص الملعب متاخد منه فكان ما بين خيارين سيف جعفر أو أحمد بالحاج فلما أتكلم مع الجهاز الفني الجهاز الفني المعاون رشح له أن ينزل سيف جعفر على أساس هو اللي موجود مع الفرقة وكرته أفضل مرة واحدة برضو كريم لأنا بينادي للحسن خطاب المترجم بتاعه وطلب أن أحمد بالحاج هو اللي ييجي قبلها أصلا ليلة المباراة كان عايز استبعد الثلاثة تماما من قيمة المباراة ولولا الجهاز الفني قاله خليهم هممكن نحتاجهم يعني نصر منسي بديل كويس لبعثه في الجزيرة أحمد بالحاجة ممكن لو لعيب تصف جعفر بشكل أساسي تنزله في آخر 20 دقيقة تستفيد به خاصة أنه ما بيلعبش بقاله ما يقرب من شهر فأنت تقدر تستفيد به فهو غير قراره في إثناء المباراة قرارات بتطلع غريبة شبانة مثلا كان مطلع برق قيمة خالص نصر منسي منزله في الدقيقة يعني الحكم الده 6 دقايق منزله في الدقيقة 94 فهو قراراته بالنسبة للجهاز الفني وبالنسبة للناس في النادي قراراته مسيرة للدهشة وبيقول كلام وبيرجع يعمله عكسه تماما بعد كده مطوعا شرفت النوار حبيبي حبيبي كريم حسام شرفت النوار شكرا لك كريم شكرا لك ده كان ختام حالاتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب على قبل